كتاب إسرائيل البداية والنهاية تأليف الدكتور مصطفى محمود أجراس الإنذار يرفض حزب اللكود الحاكم مبدأ الأرض في مقابل السلام ويعتبر الأرض العربية المحتلة حقا مقدسة لإسرائيل تبني فيها من المستوطنات ما تشاء عملا بكلمات التوراة الأرض التي تدوسها أقدامكم فهي لكم ولا نعلم ماذا سوف تدوس أقدامهم غدا وبعد غد إن ملف الأرض يجب أن يقفل إلى الأبد فإذا أقفل العرب هذا الملف وعطوا إسرائيل الأمان فإن للعرب في ذمات إسرائيل السلام وهذا هو ما جاء ناتنياهو من أجله السلام في مقابل الأمن وليس الأرض فالأرض انتهت إلى الحيازة الإسرائيلية الأبدية والقدس أصبحت عاصمة لإسرائيل ولا حق للعرب فيها إلا مجرد زيارة لمقدساتهم وقراءة الفاتحة لأمواتهم ثم العودة من حيث أتوا هذا هو الكرت الذي يضعه ناتنياهو على مائدة المفاوضات وقد اجتمع الرؤساء العرب يتداولون وحسنا فعلوا لقد جاء ناتنياهو ليحصل منهم على صك تنازل وليس ليتفاوض على رد شيء والجالسون على الطرف الآخر من المائدة هم دول المواجهة والمستمعون هم مئة مليون عربي من دول المنطقة وألف مليون مسلم بطول العالم وعرضه وعلى الطرف المقابل يقف مغتصب يشترط أن تبقى تحت يده الأرض المنهوبة المغتصبة لكي يرضى ويسالم ويصافح ويوقع إنه شيء أكثر من الإثم فهو اعتزاز بالإثم وهذه العزة بالإثم تستمد اعتزازها من المساندة الأمريكية والتأييد الغربي والسلاح المتفوق والترسانة النووية وأيضا من الضعف والهواني والتشرذوم العربي والتراجع الإسلامي في كل الميادين وماذا يجدي ألف مليون مسلم بدون صوت يكافع عددهم إن جريمة التخاذ الاشترك فيها الكل ويجب أن يرجع عنها الكل إن الاعتداء على كلب ضال في مدينة أوروبية تعقبه مسيرة احتجاج في الشوارع من أعضاء جماعات الرفق بالحيوان فما بالو 187 مقبرة جماعية للمسلمين في البسنة دفن فيها 90 ألف قتيل وطحنت لحومهم وعظامهم وقدم الطعام للخنازير ثم مقابر جماعية لجنود المصيين في رمال ثيناء أبيد في مجازر غدر ولم نر مسيرة واحدة في أي بلد إسلامي تحتج ولو احتجاجا صامتا برفع اللافتات وتوزيع المنشورات إن التقصير شامل والسلبية على رؤوس الكل والمواجهة اليوم ليست بصدد أرض فقط بل هي بشأن دين وكرامة ومستقبل وبقاء أو عدم بقاء أمة لها بصمة عريضة في التاريخ والثلاثة عشر مليون يهودي لن يرجح في الميزان كفة ألف مليون مسلم والترسانة النووية لن تصنع انتصارا لإسرائيل وهي لم تنجد روسيا حينما انهارت إن السلاح وحده لا يستطيع أن يصنع نصرا حضاريا وهل صنعت تتار شيئا وهم الذين انتصروا على المسلمين ثم دخلوا في الإسلام رغم انتصارهم إن الحكاية أكبر مما يتصور الذين خططوا لها إننا نقف على مشارف منعطف تاريخي خطير إن الكارثة تهدد الكل وما من دولة من دول المواجهة إلا وستصاب في أرضها واقتصادها وأبنائها واستقلالها إذا أخطأ أولو الأمر فيها حساباتهم ومنذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق في حرب الخليج قلنا لهم ساعتها إنكم تضربون العراق بأيد أمريكية وسوف يكون النصر داميا لنفوس الجميع وسوف يكره كل واحد نفسه وأخاه وسوف تفتح جراح عربية لا تندمل وسوف تستنزف الثروات العربية بدون جدوى وسوف يستبقي الأمريكان صدام حسين لاستعماله للتهديد والابتزاز كل ما حلالهم وكل ما احتاجوا إلى رشفة أخرى من المال العربي وقد حدث كل هذا وأكثر لقد كانت مكيدة محكمة شربناها جميعا وجاءت القواعد العسكرية الأمريكية لتحتل سواحل الخليج والجزيرة العربية تحت شعار معلن هو حماية بيترول العربي من أجل العربي بدأ الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الأمريكان بالدولار وبالبترول المرهون تحت الأرض إلى ما شاء الله ونزلت بعض الميزانيات العربية إلى ما تحت الصفر والحسابات الدائنة أصبحت مديونة والجيوب الملآنة غدت خاوية وأسدل الستار على الفصل الأول من المأساة واليوم يرتفع الستار عن الفصل الثاني من المكيدة الأمريكية والابتزاز الغربي ليضغط الدائنون الكبار على دول المنطقة الجريحة التي تنزف دما واقتصادا ليقبلوا بالأفعى الإسرائيلية في الحضن العربي ويفسح لها مكانا في أرضهم واقتصادهم ولقمة عيشهم ويوقعوا على سلام إسرائيلي بشروط إسرائيلية وذلك من أجل أن تتدفق الأرض لبنا وعسلا ويعم الرخاء على الجميع واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة الإسرائيلية هي موضوع الفصل الثالث والختامي من المأساة حينما تفتح إسرائيل نيراناتر سنتها العسكرية في مشهد العشاء الأخير الذي يعود فيه يهوذ الإسخريوطي لأن تقم من أولاد العم فيما يسمونه في الكتب القديمة معركة هرمجدون وهي ليست سوى الصليبية الثانية التي يحلم بها الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة الإسلامي وأهله وتلك أحلامهم وقد تحقق منها الفصل الأول بحذافيره وارتفع الستار عن الفصل الثاني واجتمع العرب ليتداولوا ورغم أن صوت الجزائر ارتفع قويا يحذر من أن العرب قادرون على الرد على أي خروج إسرائيلي على القرارات الدولية ورغم أن تونس طالبت بأن يكون التطبيع مشروطا بالتزام إسرائيل باتفاقيات السلام إلا أن الإجماع العربية اختار طريق الاعتدال وآثر أن لا يلوح بردود الفعل واكتفى بالتأكيد على أن الصيغة الوحيدة المقبولة هي قرارات مدريدة الأرض مقابل السلام وشدد على ضرورة الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية وضمان حق تقرير المصير وخيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأضاف ضرورة ضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ودعوة تركيا إلى إعادة النظر في اتفاقها العسكري مع إسرائيل وأمسك عن الردود العربية في حالة عدم تحقق شيء من هذا ولا شك أن الاجتماعات المغلقة تناولت هذا الاحتمال ولكن البيان المعلن آثر الملاينة والموادعة وفضل أن يبدأ بحسن الظن ورغم أننا لا نرى ما يساعد على حسن الظن في حاضر إسرائيل ولا ماضيها ولا نلمس في تشريحات نتنياهو الثقب ضوء إلا أن كسب الوقت من حسن الفطن والبدأ بابتسامة عريضة ربما كان أكثر دبلوماسية ونعلم واثقين أنهم لن يرضوا ولن يستريحوا لما جرى في هذا اللقاء العربي والعجرفة والجلافة واضحة في تعليقات نتنياهو وليفي على ما أذيع من قرارات هذه القمة ولن تنسحب إسرائيل من الجولان ولن تنسحب من القدس الشرقية ولن تتنازل عن شبر أرض ولن تفكك ترسانتها النووية ولن تقلع عن تحالفاتها العسكرية وسوف تنضي في تبديس السلاح والمستوطنات ما دام معها الظاهير الأمريكي والتأييد الغربي هل كسبنا من هذا اللقاء العربي شيئا؟ نعم كسبنا مزيدا من الوقت وضما للصفوف ولقاء مباشرا مع كل الأطراف ومكاشفة بالأزمات المشتركة وجلسة حميمية طالما انتظرناها ومواقف حاسمة واضحة لا لبس فيها ويعلم كل الإخوات العرب الآن أنهم على شفى حفرة وأن المضي في السلبيات وإغماض العين هو الانتحار الجمعي لهم جميعا وسوف يكون هذا الاجتماع مقدمة مفيدة جدا لما سوف يأتي بعده وإذا استمرت العجرافة والجلافة والرفض الإسرائيلي للأيد العربية الممدودة وسوف تستمر فهم لا يريدون سلاما بل استسلاما فسوف تكون القمة العربية القادمة قطوة أوسع نحو الرد سوف يكون هناك اتحاد عربي لدول المواجهة وصندوق للدفاع يدعمه كل العربي وكل الدول الإسلامية بالمال والسلاح وإيقافا للتطبيع وعودة إلى المقاطعة ونحن لا نريد أن نحارب أحدا ولكننا نريد أن ندافع عن أنفسنا ونحمي ديارنا من هذا التهديد المزروع في أراضينا ارفعوا الأياد الإسرائيلية على الأرض المصرية جاء الوقت الذي نتخلص فيه من هذا التطوير المفسد لمحاصيلنا وأراضينا المصرية وقد سبق أن تكلمنا كثيرا عن التدهور النوعي في محاصيلنا بسبب إدخال الخبرة الإسرائيلية في كل قراط من أراضينا والنتيجة هي تلك الفاكهة بلا طعم تملأ الأسواق الفرولة الضخمة بطعم اللفتي والخيار بطعم البلاستيك والطماطم بطعم الخيش والخوق الأحمر الذي له مفعول الحقنة الشرجية والذي يصيب آكله بضربة إسهال لا يفق منها والعنب المتضخم بسبب الهرمونات والذي يفسد التوازن الهرموني في الجسم ويعدي إلى أوخم العواقب والهندسة الوراثية الإسرائيلية التي أتلفت كل مأكولاتنا والنسبة العالية من المبيدات في القدروات والفواكه والحبوب والبذور التاليفة التي تأتينا من إسرائيل لتفسد التربة وتؤدي إلى عقمها والتفاح الإسرائيلي الماسق بطعم قشر البطيق والمكتوب عليه واشنطن للضحك على الذقون أين بحوثنا الزراعية الخاصة من كل هذا كفانا خبرة إسرائيلية ونستطيع ولا شك أن نستعين بخبرات أخرى وافتراض الدكتور يوسف والي بأن إسرائيل بلد صديق هو افتراض في حاجة إلى إثبات لأن كل ما تفعله إسرائيل بالوطن العربي هو ما يفعله الأعداء الألداء وليس الأصدقاء وهي تهددنا بترسانتها النووية فلسنا استثناء من سلوكها العدواني ثم حكاية البعثات المستمرة التي يرسلها الوزير يوسف والي من شبابنا إلى إسرائيل وماذا يضمن لنا يا سيادة الوزير أن بعض هذا الشباب من ضعاف النفوس سيعود مجندا ضد وطنه إننا نتعامل بساذاجة مع عدو تاريخي له أطماع في بلادنا وحدوته تتأكد لنا في جميع المناسبات وكيف يكون حسن الظن هو أسلوب التعامل مع من يضع الخنجر في ضخرك وفواهة المدافع النووية بين كتفيك ولنقرأ معا ما تقوله المنظمة الصهيونية العالمية عن مصر في مجلة كيفونيم أي التوجهات عدد فبراير سنة 1982 الصفحات التاسعة والأربعون والتاسعة والخمسون إن مصر بصفتها القلب المركزي الفاعل في جسد الشرق الأوسط نستطيع أن نقول إن هذا القلب قد مات وأن مصر مصيرها إلى التفتت وإلى التمزق بين المسلمين والأقباط ويجب أن يكون هدفنا في التسعينيات هو تقسيمها إلى دولة قبطية في الصعيد ودولة إسلامية في وجه بحر وفي لبنان التي سوف تخرج منهكة من الحرب الأهلية سيكون الأمر أسهل في تقسيمها بين الطوائف المتقاتلة إلى خمس محافظات شيعة وسنة ودروز وموارن وكتائب وسوريا نستطيع تقسيمها إلى دولة شوعية بطول الساحلي ودولة ثنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق وكيان درزي عازل في جزء من الجولان والعراق الغني بالبترول والغني بالمنازعات الداخلية ما أسهل أن يقع فريسة للفتن إذا أحكمنا تخطيطنا لتفكيكه والقضاء عليه هكذا يفكرون يا سيادة الوزير وهكذا يخططون لمصر والسوريا وللبنان والعراق ومصر في نظرهم قد شاخت وضعفت وأصبحت قلبا ميتا لجسم مترهل يوشك أن ينهار إلى مزق وشرذ فكيف نأتمن هؤلاء الناس على أرضنا وكيف نشركهم في ذراعتنا ويلحظ الدكتور روتنفيلد في كتابه العمال العرب المهاجر الذي نشرته الجامعة العبرية أن الذراعة العربية كانت أكثر ازدهارا وقت الوصاية البريطانية عنها اليوم وهي شهادة لها معنى فإذا أضفنا إلى هذه طبيعة الغدر عند هؤلاء الصهائينة حتى مع حلفائهم وقتلهم للكونت برندت سكرتير الأمم المتحدة بعد التقرير الذي قدمه في السادس عشر من سبتمبر سنة أحدى وتسسمائة وثمانة وأربعين عن جرائمهم في فلسطين المحتلة فاغتلوه هو ومساعده الفرنسي سيرو واللورد موين الوزير المفوض البريطاني الذي اغتالوه في التاسع من نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعين على يد اثنين من جماعة تشرين التابعة الإسحاق ماشير وفي الثامن من يونيو سنة ألف وتسعمائة وسبع وستين إغراقهم لسفينة التجسس الأمريكية ليبرتي وقتلهم لأربعة وثلاثين بحارا أمريكيا وجرحهم لمائة وواحد وسبعين آخرين وذلك للتغطيط على احتلالهم للجولان والأمريكان واقتئز أعز صديق وأعز حليف وهذه أخلاقهم مع حلفائهم وهذا غدرهم بأحبائهم فكيف نأتمنهم على أرضنا وهم أعداؤنا هل تعلم يا سيادة الوزير ماذا يأتين عبر الحدود المصرية الإسرائيلية تأتين المخدرات والدولارات المزيفة والجواسيس واللبان الجنسي وهو لبان لا ينشط الجنس ولكن يدمر الجسم وينسف الكبد والكليتين هل تعلم كم عدد أفراد التمثيل الدبلوماسي الإسرائيلي؟ خمسة أضعاف التمثيل في دولة عربية جيش ومركز مخابرات وعشوا عن كبوت وكل شيء في هذه الدولة الإسرائيلية عن كبوتي وعدواني ومريب وكذبوا وكذبت نجلتهم كيفونيم إننا قطعا لسنا ذلك القلب الميت الذي تصورته صحافتهم في الثمانينات من هذا العصر إن ذلك القلب الميت قد هزم التاتار ودحر الصاليبيين وحطم خطب الليل ونحن الأمة العربية ما زلنا مخزن الوقود في العالم رغم الاستنزاف الحاصل ونحن رمز لحضارة إيمانية عريقة بين حضارات وثنية وعلمانية ومادية تملأ هذه الدنيا بالضجيجها ونحن رأس مال عملاق وإن كان مودعا في البنوك اليهودية ولكننا نستطيع أن نسحب دولاراتنا ونستثمرها في مستقبلنا ونستطيع أن يكون لنا صندوق عربي للدفاع لنصنع أمننا ونبني دفاعاتنا ونستطيع أن نكون تكتلا عربيا له وزنه وخطورته وقديما قال عن أعظم الأنبياء إننا خير أجناد الأرض وهي كلمة نبي قال عنه أعداؤه إنه الأمين الذي لم يجرب عليه أحد أنه كاذب في شيء قيمة الصداقة الإسرائيلية ماذا تساوي إسرائيل بالنسبة لمصر؟ إن الإنسان يساوي بمقدار فعله وبمقدار أثره على جيرانه وما يصلون من إسرائيل عبر منافذ سيناء والأرض هو المخدرات والجواسيس والدولارات المزيفة والأقلام الجنسية والأغاني الخليعة والسائحات محترفات الدعارة وما ينال الجيران العرب من إسرائيل هو نهب الأراضي الفلسطينية وتهديد الأراضي السورية وضرب الأراضي اللبنانية وسكانها بالقنابل من الأرض والجو والبحر والتهديد بالدمار والوبال ليلا ونهارا هذه هي صداقتهم ومحبتهم وإسرائيل تتخذ لظلمها أسماء جديدة فنهب الأرض تسميه تصحيحا للأوضاع والاستعمار تسميه استيطانا وقتل الجار الفلسطيني تسميه عدالة وتعذيب السجناء تسميه شرعية قانونية وتسن له قوانين جديدة تويحه وتفرضه والتجسس تسميه بعاثات إعلامية والعدوان تسميه سلاما وإن كانت الأيد الإسرائيلية المعتدية قطالت الشعوب حولها اليوم فسوف تطول الحكام غدا ولن يسلم كبير ولا صغير من العدوان الإسرائيلي القادم وليأخذ حكامنا العبرة بما يجري أمامهم اليوم وليتحدوا معا وليقفوا وقفة رجل واحد أمام الطوفان فالمصيبة سوف تعم ولن يسلم أحدا ولقد قالها إسحاق مردخي وزير الدفاع الإسرائيلي بصراحة في السادس عشر من نوفمبر الماضي في لندن إن على السوريين أن يتوقعوا هجوما يطيح برئيسهم حافظ الأسد وقال من أسبوع على شبكة الإنترنت إنه إذا قامت الحرب في سوريا فسوف يقوم الجيش الإسرائيلي بتطويق دمشق وقال وزير الصناعة الإسرائيلي ناتان شارغانسكي إن الوصول إلى سلام مع سوريا لم يكن ممكنا إلا إذا تحرر النظام السوري ويقصد إذا تحرر من قبضة الأسد إن هدف الإرهاب الإسرائيلي أصبح هو الحكام العرب قبل شعوبهم أقول هذا الكلام ليخرج الإخوات العرب من حالة الوهن والاستضعاف وليدعوا بضاعة التردد وأنصاف المواقف وليخرجوا من حالة الاسترخاء على معسول الكلام وزائف الوعود إن الموقف أصبح محتاجا إلى استراتيجية مختلفة وحسابات مختلفة ورغم التهديدات الإسرائيلية والضجة التي تثيرها إسرائيل حول قواتها العسكرية فما زالت إسرائيل أضعف بكثير من الهالة التي تصنعها لنفها وتلويحها بالحرب هو محاولة فجة للإرهاب وللضغط الدبلوماسي على أصاب المفاوض العربي وما زال سلاح الوحدة العربية الصلبة إذا اكتملت أقوى من كل هذه الضجة المفتعلة ومن هذا الإرهاب الفجي والمطلوب موقف جموعي حاسم من على منبر الجامعة العربية يردع هذا الصلف والاستعلاء والغرور إن إسرائيل تتصرف وكأنها تتعامل مع أصفار وهي تتوسع وكأنها تمرح في فراغ وهذا الغياب الجمعي من الموقف العربي سوف تكون له عواقب وخيمة وخروج تصريحات العربية من منابر فرديات مشتتة ومتفرقة لن يفعل ما تفعله كلمة تخرج من على منبر جموعين واحد والحضور العربي المكثف والصوت الواحد أقوى من التصريحات الفردية والوقفة الجموعية سوف تعني الكثير سوف تعني أن الدول العربية لم يعد من الممكن التعامل معها فرادا ولا أخذوها واحدة واحدة في غرف مستقلة لقد تنازل العرب عن الكثير ولم يبقى إلا أن يتنازل عن هويتهم ومواقع أقدامهم ومطلوب منا أن نتراجع إلى الحائط رغم أننا أصحاب الشرعية وأصحاب الأرض وأصحاب الحق ومطلوب أن يكون الشعب الفلسطيني مجرد عبالة رخصة للسادة الإسرائيليين وأن تكون الإدارة الفلسطينية تحت الحذاء الإسرائيلي وهناك حدود للظلم والبغي والصلف وهناك حدود للتنازلات العربية فليس وراء العرب الآن إلا الصحراء والشتات إن الموت قادم وهو حق مكتوب على رقاب العباد وهو نهاية الجميع والوهن لن يؤخره والذل لن يبدله والخوف لن يرده على أعقابه والأنبياء والملوك والرؤساء من أيام آدم إلى اليوم هم الآن مجرد ماض وعلامات قبور والموت لم يستثني أحدا وخيار القوة إذا كان خيارا صعبا على العرب فهو خيار أصعب على إسرائيل فإسرائيل هي الأمر العالد العابر في منطقتنا وعمرها في بلادنا العربية بضع سنين وهزيمة واحدة كافية لخلع إسرائيل من مكانها إلى الأبد وليس هذا حالنا فقد هزمت مصر في 1967 لتنتصر بعد ذلك وترد الضربة مضاعفة في 1973 ونحن هنا في هذه الأرض من آلاف السنين وقدرنا أن نظل هنا إننا نلعب على أرضنا والمستقبل مستقبلنا مهما طال الصرعب أما مصير الدخلاء الغاصبين فهو الرحيل إلى بلادهم طال الزمان أو قصرة وأين الفرس وأين الرومان وأين كسر وقيصر الفصل الثاني هل اقترب الوعد؟ قفزت إسرائيل إلى الصدارة من حيث القوى السياسية المؤثرة في العالم في فترة خاطفة من اختلال المواذين حينما انفردت أمريكا بالتحكم وأصبحت قضا وحيدا حاكما لمصائر العالم وما حدث أن أمريكا قامت بدور الحاضنة والمرضعة للفرخ الإسرائيلي الكسيحي أمريكا هي التي أرضعت إسرائيل بالتكنولوجيا المتقدمة ودبابات الليذر وصواريخ الباتريوت وطائرات الفانتوم ومقاتلات الشبح وأطنان اليورانيوم المخصب الذي صنعت إسرائيل منه قنابل هذرية بإرشاد وإشراف أمريكي وحماية أمريكية من أصوات الاحتجاج والاستنكار التي تعالت في كل مكان هذا غير الإرضاع الأخطر بالأسرار المحظورة وبصور الأقمار الصناعية في ترسانات دول الجوار وحضائر طائراتها ومكامل دفاعاتها ونقاط ضعفها وثغراتها والإرضاع الآخر بمليارات الدولارات والضمانات المالية المفتوحة بلا حساب والتأييد السياسي الأخطر من الكل ولا نتحدث عن العلاقة الآثمة والتآمورية بين مخابرات الدولتين الـ CIA والموساد هذا التوأم الشرير الذي تعاون معا على تفجير الفتن في كل البؤر المشتعلات في أفريقيا وآسيا وأوروبا وتحالف معا على تسميم الجو ونسف العلاقات بين الدول العربية بل والإيقاع بالعربي كلهم في مصيادة حرب الخليجي ووجد الفرخ الإسرائيلي بوقا إعلاميا ونفيرا دعائيا جاهدا لينفخ فيه فسمعنا صوته مكبرا ومضخما أضعفا مضاعفة وسمعناه يصرخ من أعلى منابر المحطات الفضائية وأبعد الأقمال وأقوى الإذاعاته وكانت كلها في أيدي صهيونية ومن دور النشر والكتب والصحف والمطوعات والدوريات وكلها كانت في يد مردوخ ومكسويل وأمثالهم من قدام القضية الصهيونية ومن قدام أسطورة إسرائيل الكبرى وما من افتتاحية صحيفة إلا كان وراءها شالوم وليشع وليفي وكانت نتيجة هذه الظروف النادرة هي ميلاد إسرائيل بالصورة التي رأيناها وتبجحها بالصورة التي شهدناها وتجبرها بالصورة التي سمعناها وما شهدناه كان نتيجة تواقط غير طبيعي لمجموعة عوامل تحالفت معا في نفس الوقت لتخلق عملقة في قزم وساهم ضعف العرب وانقسامهم والتشرذمهم في عملقة ذلك القزم وصياحه وصراخه وانتفاضاته وكأنه شمشون وهو في حقيقته أهون شأنا مما يبدو بكثير هل تدرك إسرائيل ضعفها وخواءها من الداخل هل تدرك انقسامها هل يدرك الجيش الإسرائيلي عجزه عن المواجهة رجلا لرجل البعض في داخل إسرائيل يدرك ذلك ولكن الغوغاء في إسرائيل يتصورون أنهم حكموا العالم وأنهم يقودون التاريخ وأنهم عاصفة لا تقهروا وأنهم المختارون حقا وصدقا من الله للسيادة على الجنس البشري وهي عنصرية لا تختلف عن العنصرية النازية والعنجهية الفاشية وهذا الصلف الأعمى هو الذي سيورد إسرائيل حتفها ولا تفرق إسرائيل بين حربها وحيدة وبين حرب العالم كله معها فالعالم في نظرها رابح بأن يكون خادما لأهدافها ولهذا تخطط الصهيونية لإيقاع العالم في حرب شاملة وفتنة اسمها هرمجدول وهي مقتلة أسطورية وصليبية يحارب فيها العالم المسلمين حرب ثناء وتسيل فيها دماء المسلمين أنهرا لا تتوقف حتى ينزل المسيح من السماء واليهود يعتقدون أن ما جاء في الماضي لم يكن مسيحا وإنما المسيح الحق هو الذي سوف يأتي لنصرتهم وليضعهم في آخر الزمان على رأس جميع الأمم وبخبث شديد أدخل الصهاينة هذه الأسطورة في التراث المسيحي الأمريكي وبشكل محدد في وجدان بعض الفرق الإنجيلية فأصبحت تؤمن بها إيمانا أعمى وكان دورنارد ريجان يردد حكاية هرمجون ويؤمن بها ومثله كثير هذا الحشد من العنصرية العمياء والخرافة والتأييد الأمريكي الأعمى والإعلام الموجه والدعايات المسمومة والترسانة المجهزة للنسف والخصف وأكداس السلاح وأكوام المليارات وتلال الأكاذيب والتضليل المنسق للعالم كله والاتهامات المسمومة لكل من يتعرض لفتح مخططها وجارود أبلغ مثال هي ما ينتظرون في الأعوام القليلة القادمة وفي عام 1997 يتم مرور مئة سنة على ميلاد أول اجتماع صهيوني وسنة الألفين في الطريق والوعد في نظرهم يقترب وهم يهرولون إلى أهدافهم لسبب آخر أن احتمالات المستقبل غير مضمونة وأن الأكاذيب عمرها قصير والمخبو ما يلبث أن يفتضح ولأن أمريكا لن تلبث طويلا على القمة فالكتلة الأوروبية بزعمة فرنسا تتحرك بسرعة لتزاحمها وآسيا تنهض والعملاق الصوني ينتفض وفقراء العالم يتكتلون في مواجهة الاستغلال الأمريكي المكتسح وتشويه الإسلام في كل مكان كدف طضح وظهرت خفاياه وظهرت القوى التي تحرقهم بل إن أمريكا ذاتها تحمل في داخلها تناقضات مهلكة أمريكا يسكنها الإرهاب والمخدرات والانحلال الأسري والصراع العنصري بين السود والبيضي والتناقض الفاحش بين الفقر والغنى ثم عشرة ملايين مسلم يتكتلون في جبهة ورأي عام ذاحف له وزنه والشعار الصهيوني أصبح الآن تكون إسرائيل كبرى أو لن تقوم لنا قائمة ولا تريد الصهيونية أن تقامر على احتمالات ولا تستطيع أن تغامر بسنوات انتظار أخرى في عالم متغير يتشكل كل يوم ولهذا أتصور أن إيقاع الحوادث سوف يتصارع وأن السنوات وربما الشهور القادمة سوف تكون شهور مفاجآت وفي الجانب الآخر هناك العرب والدول العربية والدول الإسلامية في الدائرة الأوسعي كتلة من ألف مليون أرجو أن يكون لها رد فعل وتصور واضح وتحرك سريع ومنظور للمستقبل وللحوادث وأن لا تكون كحجر يتدحرج ليستقر إلى حيث يلقى به وكما أن لإسرائيل أحلاف يجب أن يكون لنا أحلاف وكما أن لها أعوان يجب أن يكون لنا أعوان وكما أنها تعيد أعوانها بمصالح نحن الأولى وعندنا البترول وكنوز الأرض وعندنا ما نعيد به والصين هي الكتلة الأعظم التي يجب أن يكون لها أعظم الاعتبار وهي مثلنا ضاحية استعمال طويل وهي مثلنا حديثة عهد بيقاضة عظيمة مبشرة وهناك الكتلة الأوروبية الصاعدة بزعامة ألمان وفرنسا وقبل كل شيء هناك أعظم الكل خالقنا وربنا مارك الملك الذي يدبره بعدله وحكمته والله لم يخلق الخلق ليتركهم سدى والله لم يمد الحبل لظالم إلا لبرهة وقد أقام اليهود من قبل دولا وظلموا وافسادوا ودمروا ودمر الله عليهم بنيانهم وهذا بنيانهم الجديد وقد أتى بظلم جديد والظلم هذه المرة أكبر والإفساد أكبر والنهاية مثل سابقاتها المخرجون وراء قصة أثار خبر سعي إمبراطور الإعلام روبرت ماردوخ لشراء الشركة القابضة التي تمتلك الفينينشال تاينز إضافة إلى دار نشر بينجوين وشركة التلفزيون البريطاني تاينز جادلا واسعا ماذا يريد هذا الرجل؟ إنه يمتلك بالفعل حوالي 30% من صحف بريطانيا مثل التاينز والساندي تاينز والسان ونيوز أوف ذي وورلد كما يملك 40% من محطة سكايت تلفزيونية البريطانية كما يعتزم شراء دار نشر بيرسون التي تمتلك 24% من القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني ماذا يريد هذا الصهيوني الذكي من وراء كل هذا؟ إنه يريد أن يمتلك الرأي العامة ويستولي على العقول ليوجهها كما يريد إن الإعلام هو جهاد غسيل المخ في هذا الزمان وهو صانع الأكاذيب والشائعات والأخبار الموجهة وهو الملقين الذي يلقن الصحف ما تكتب لنا كل يوم هل فهمتم شيئا؟ إنهم المخرجون وراء القصة الملفقة التي قرأتموها لتويكم وهم الجيش الجرار في هذه الغزوة التي توشك أن تبلغ نهايتها إنها عملية محبوكة ومنظمة يذيرها رجال تسلل إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسية ورؤوس تفكر وتخطط وعصابات تقتل وإرهاب يفجر ولا شيء حدث فيها اتفاقا ولا شيء ترك للصدفة منذ أيام وعد بولفر وسقوط الخلافة العثمانية واستعمار الإنجليز لمصر وفرض الوصاية الإنجليزية على فلسطين ومجيء نابليون وكمال أتاتور وهتلر ثم الثروة البلشيفية في روسيا ثم سقوط البلشيفية وانفراد أمريكا بالعالم الصهونية كانت تلهث وراء كل تلك الأحداث وكانت تعمل وراء كواليث التاريخ وكانت تضع طوبة بعد طوبة في البيت الإسرائيلي وكانت ترفع هرم الأكاذيب لبنة لمنة وحائطا حائطا مع إيقاع التاريخ المضطرب وقد أوشكوا على وضع آخر طوبة في هذه الأيام ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة وكل جريمة لابد أن ينقصها شيء والمجرم مهما بلغ ذكاؤه لابد أن ينسى شيئا شيئا صغيرا تافيا ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم وهذه الجريمة الصهونية المحبوكة التي اشتركت فيها مئات العقول الذكية وقد امتلأت بالثغرات سوف تفتضح وتنهر رغم حبكتها فكل بنيان يحمل معه جرثومة فنائه وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها ونحن أبناء هذا الزمان سوف نشهد هذه الخاتمة ونرى بأعيننا انهدام هذا الهيكل الأسطوري لكثرة ما سال من دم لترتفع جدرانه عالية فعمر الباطل مهما طاله هو في عمر الأبدية مجرد ساعة علامة التعجب وأشعر بالدهشة كلما استعرضت هذا التاريخ الطويل للمؤامرة الصهونية وتنمو في رأسي علامة التعجب بلا حدود لهذا الذي يفعلونه ولهذا الغل الذي يضمرونه ولما طووا في قلوبهم بطول هذه الألوف من السنين إن اليهود قوم محظوظون ذكر الله أنه اختارهم وفضلهم وخصهم بالكثير من النعم والخيرات وأرسل إليهم أكبر عدد من أنبيائه وعلى رأسهم موسى الكليم صاحب العذم الشديد وكان يجب أن يطيبوا نفسا بهذه الخصوصية ويسعدوا بهذا التكريم ولكن ما حدث كان العكس فقد ازدادوا بهذه الخصوصية كبرا وتعاليا وبعد أن شق الله لهم البحر وأغرق لهم فرعون وجنوده وخلصهم من أعدائهم وفتح لهم الباب للهجرة إلى أرض الثمن والعسل ما لبثوا أن شقوا عصى الطاعة على نبيهم وعبدوا العجلة وعصوا ربهم ونقضوا العهد الذي عاهدهم عليه وكلما عاهدوا ربهم على شيء نقضوهم وفسقوا وعصوا وازدادوا كبرا وأضلهم الله في التيه أربعين سنة ولعناهم وكاتب عليهم الذلة والمسكنة وشتتهم وقطعهم في الأرض أمما وذكر في القرآن أنه يجمعهم في آخر الزمان فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة أي أشتاة من جميع أقطار الأرض ولكنه يجمعهم لعقاب وليس لحفاوة يقول في نفس السورة في الآية السابعة فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا أن يدمروا ما علوا التتبير هذا هو دخول القدس وتدمير ما أنشأ اليهود فيها وما عمره والقصة وردت بنفس المعنى وبصياغات مختلفة في التوراة وفي الأناجير وفي رؤى القدسين وهي تراث ديني قدب وأحبار اليهود الذين درسوا التوراة ويعلمون بواطنها يؤمنون بهذا الكلام وهناك حزب ديني من أحزاب الأقليات في إسرائيل يرفض تماما فكرة إسرائيل الكبرى ويرى أنها انتحار جماعي للأمة اليهودية وبعيدا عن الكتب الدينية وكلام التاريخ فالنظرة العامة لليهود ترى أنهم شعب غني بالمواهب وأن النابغين من اليهود في كل فروع الفن والمعرفة والعلوم كثيرون ولا يجهل أحد فضى أنشتين ونيوتين وأمثالهم وإسهام اليهود في الحضارة لا ينكر واليهودية دين نحترمه ونعترف به كمسلمين ونحن لسنا ضد اليهود ولا ضد اليهودية وانكر اليهودية وانكر فضل موسى ونبوته خطيئة كبرى عندنا وإنما نحن ضد الصهيونية كحركة سياسية عدوانية تخطط للهيمنة والسيادة وتضمر الحقد لكل ما هو مصري وعربي وإسلامي وتحمل لنا ثأرا لا دخلا لنا فيه وتزداد دهجتي وعجبي لهذا الكم من الغل والحقد الذي يعاش عيش في قلوب هذه العصبة ويجمعها على التآمر والتخريب والقتل طوال هذه الألوف المؤلفة من السنين دون أن يطفئ سيال الدم هذا الغلة لقد طردوا شعبا ونهبوا أرضه واستوطنوا مدنه وقراه وقتلوا شيوخه وأطفاله ولم يكفهم كل ما فعلوا ماذا يريدون؟ أن يحوزوا الدنيا؟ إنهم يحوزونها بالفعل بأموالهم وشطارتهم فما الداعي للقتل؟ أعترف أنني لا أفهم الفصل الثالث الصهيونية تخطط لاستدراجنا للحرب ربما كان بعض الشعب الإسرائيلي يريد السلامة ولكن هذا البعض ليس له صوت فعال ولا تأثير على السلطة المتطرفة الموجودة والنغمة السائدة في إسرائيل الآن هي التطرف والموضة هي الحج إلى قبر باروخ جولدشتين سفاح الحرم الإبراهيمي الذي قتل ثلاثين من الفلسطينيين الركع السجودي وهم يصلون وصور باروخ تشاهد معلقة في المحلات وفي صالونات الحلقة ونجل عالم الآثار اليهودي ويندل جونز أطلق على المولود الذي رزق به إسم إيجال باروخ تامونا بإسم إيجال ألون قاتل رابين وباروخ جولد قاتل الفلسطينيين إنها الموضة وفي إحصاء أخير لستطلاع الرأي في إسرائيل اتضح أن 35% من اليهود يكرهون العربة وأن أكثر من 50% ينظرون إليهم على أنهم جنس أدنى لا يجوز للإسرائيلي أن يعاملهم بالمثل والموضة الآن هي الإشارة بالتطرف وتمجيد القاتلات وتقديس العنف في التعامل مع العرب والنظر إلى عمليات نهب الأرض والاستيطان على أنها مجرد عمليات تصحيح أوضاع لا أكثر والخطة الصيونية هي الإعداد لعملية التفاف سياسي لتطويق مصالح الدول العربية وعملية التفاف إفريقية للوصول إلى منطقة البحيرات ومنابع النيل لتهديد مصر فإسرائيل يجب أن يكون لها نصيب في مياه النيل ونصيب الأسد في كل خيرات المنطقة وقد كشفت المخابرات الفرنسية عن عمليات تسليح إسرائيلية مكثفة لميليشيات التوسي وميليشيات الهوت المتناحرة في رواندا وبروندي وزئير وأن إسرائيل تلقي بالأسلحة بدون مقابل للطرفين كما كانوا يفعلون أيام الأوس والخزرج لإشعال الفتنات في الجزيرة العربية هم يفعلونها الآن على نطاق أوسع في القارة الإفريقية لنشر الموت حول حزام البحيرات الكبرى ولكسب الصداقة كل العصابات الإجرامية هناك تمهيدا لأشياء أخرى في المستقبل وتسليح إسرائيل لإرتريا واحتلال الجزر الاستراتيجية حنيش الكبرى والصورة للتحكم في بوابات البحر الأحمر هي حكاية أخرى تابعناها أثناء أزمة اليمن مع إرتريا ونعرف تفاصيلها وعلاقاتها القديمة مع أثيوبيا أمرها معلوم أما الاستراتيجية الأخرى فتدور في كواليس الهيئة الروسية الحاكمة وتسلل شخصيات صهيونية إلى مقاعد صنع القرار مثل الميرياردير بيريز كوفيسكي الذي أصبح نائبا للأمين العام لمجلس الأمن القوم الروسي وهو يهودي وحامل للجنسية الإسرائيلية ويمتلك أكثر من قناة تلفزيونية وأكثر من صحيفة في روسيا وله عبارة مشهورة يقول فيها إن اقتصاد روسيا في يد سبعة من اليهود يسهمون بأكبر نسبة في بنوكها كلام كبير وخطير وهو جزء من جبل الجليد المختفي تحت الماء والذي لا نعرف عن النفوذ الصهيوني في روسيا وسوف يعني هذا النفوذ تهويد الموقف الروسي من السياسة الخارجية عند اللزوم وتحييدها وربما أكثر من ذلك ساعة الصدام المرتقد هذا التسلول الصهيوني إلى أفريقيا وآسيا حديثا وإلى القمة الحاكمة في أمريكا وإنجلترا وأوروبا من قديم في محاولة التفاف سياسي واستراتيجي هو أمر لا يصب في فرغ وإنما يعني أن الصهيونية تعد لاستراتيجية كبرى تواجه بها حربا قادمة لا شك فيها وحكاية إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات هي هدف معلن في كل كتبهم وليس كلاما نختلقهم ثم حكاية تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في جنوب المتوسط من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال هكذا فجأة وفي صمت وبدون إعلان للتدخل في ماذا ولحساب من ولماذا تم هذا التكتيك الآن وما هي دواعيه وما هي المستجدات التي جعلت الدول الأوروبية تفكر في هذا الإجراء العسكري وما نوع التهديد المحتمل في جنوب المتوسط وجنوب المتوسط هو بلادنا العربية هل نفهم أن الميقات الذي حددوه قد اقترب ولهذا تعمد إسرائيل إلى هذا الاستفزاز وإلى هذه السياسة الخرقاء التي يمكن أن تؤدي إلى الصدام والحرب هل يخططون لدفعنا للحرب ويستدرجوننا إليها وهل يكون الهجوم على سوريا هو إشارة البدء إننا فيما خاض نهضة تنوية عظيمة في مصر وفي حالة دفاع سريع للتطور الاقتصادي في بلادنا ومعنى هذه النهضة أن مصر سوف تصبح قوة اقتصادية رائدة وحاكمة لمقدرات المنطقة العربية في سنوات قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة وهو أمر سوف يقطع الطريق على إسرائيل وعلى أحلام الصهيونية في إسرائيل الكبرى مهيمنة وهم لن يسمحوا بذلك وهي جميعها عوامل تدعوهم إلى التعجير بتنفيذ مخططاتهم ومن الممكن أن تفتعل إسرائيل حادث تفجير إرهابيا ثم تترك الحوادث تتداعى في ردود فعل عنيفة لتدفعنا إلى الحرب التي تريدها وفي الوقت الذي تريده إن استدراجنا إلى الحرب هو الخطر الحالي في كل لحظة ولا بد أن تكون لنا استراتيجية مقابلة وتجميع عربي مقابل وتحالفات دفاعية مقابلة وإعداد مناسب لما يفعلونه على الجانب الآخر وأن لا ندع أحدا يختار لنا نصيرنا نكبة السودان عويل الأقصى صراق القدس نكبة السودان كانت في ثورته الإسلامية التي لم تختلف كثيرا في نتائجها عما حدث في أفغانستان الإسلامية والجزائر الإسلامية والصومال الإسلامية ثورات تستخدم العنف والإرهاب وانقسامات بين أهل الوطن الواحد وأهل البيت الواحد ثم يصل الوضع إلى تعاون الصادق المهدي مع جون قرنق الانفصالي وعدو الإسلام اللدود الذي حارب جميع العهود السودانية منذ تمرده في سنة 1983 يتعاون الصادق المهدي اليوم مع جون قرنق لإسقاط حكم الترابي ويعلن قرنق كاذبا أنه مع الوحدة السودانية وضد الانفصال وهو الانفصالي العتيد من يومه ثم إن حكومات الجواري أثيوبيا وأريتريا وأغندا هي مع جون قرنق وإن أخفت الكراهية للعرب ولن تظهرها وهي لا تريد للإسلام وجودا في السودان وهي مع إسرائيل منذ قيامها والإسرائيل وجود عسكري في كل هذه الدول وروابط حمينية منذ أيام الهيلسلاسة والرئيس الأغندي موسوديني يصرح في الفيننشال تايمز بأن الاستعمار العربي في السودان يحاول إرغام المسيحيين على اعتناق الإسلام وعلى استخدام اللغة العربية ولا نفهم كيف يصح هذا الاتهام والأرقام الإحصائية تقول إن عدد المسيحيين في الشمال السوداني الذي يحكمه الترابي أقل من واحد في المائة وفي الجنوب سبعة عشر في المائة مسيحيين وثمانية عشر في المائة مسلمين وخمس وستون في المائة بدائيين وثنيين والخطر الحقيقي على منطقة البحيرات هو من إسرائيل ذاتها وليس من الترابي ولا من الإسلامي وما يحدث في زائر وأغندا وارواندا والقنغو وبرندي من مذابح هي بأسلحة إسرائيلية وبترتيب من الموساد والسي آي اي والمنطقة مستهدفة من القوى الاستعمارية الكبرى للسيطرة على منابع النيل وكان مفهوما من الثورة الإسلامية في السودان أن توجه السودانيين ضد هذه القوى العميلة والغاشمة لا أن تغرقهم باختلاق المعارك مع مصر والخلافات بين أبناء العسرة الواحدة وفي المستقبل القريب سوف يدور الصراع حول المياه والنيل والبحيرات هي المخزن الاستراتيجي الهائل للأمة العربية وكان المفروض أن تفيق هذه الأمة وأن تتقارب وتتوحد ولكن نقرأ العكس السياس أفرقي يفتح معسكرات تدريب لجون قرنق ولجيش المعارضة الذي يعده الصادق المهدي وطائرات الصليب الأحمر تنقل الأسلحة والذخائر لقوات الانفصال ودول الجوار تستضيف مؤتمرات قياداتهم وإسرائيل تلقي بالأسلحة والذخائر في أتون المعركة بين سودان الترابي وسودان الصادق المهدي وينسى الإخوات المتقاتلون عدوهم الحقيقية المتربصة في الدغل بل أنهم يطلبون من المشاركة في هذه الحروب الأهلية لنزيد الجريمة إجرماً ونزيد النار سعيراً لقد وصلت إسرائيل إلى بوابة البحر الأحمر في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرة وهي تثبت أقدامها في أعالي النيل ومنطقة البحيرات ونحن نحارب بعضنا بعضاً وعلى ماذا؟ إن السودان قارة وفي السودان خمس مدريات كل مدريات بحجم فرمسا وفي السودان ثاروات وغابات وخامات ووفرة في كل شيء والسودان في غنى عن هذه المعارك والمقسامات والمطلوب فقط أن تعمل الأيد السودانية بهمة لاستخراج هذه الثروات والاستغلال هذه الغابات ولزراعة هذه الملايين من هكتارات الأرض الخالية ولمضاعفة الثروة الحيوانية الموجودة ولإخراج ما في باطن الأرض من معادنة وثروات مضمورة ولكن النفوس المشحونة بالبغضاء والأنانية تنسى كل هذا ويقاتل بعضنا بعضا قتالا عقيما إن الكل مسؤول الكبار قبل الصغار والعقلية الشخصانية للحكام أولا وغياب المشورة وغياب الديمقراطية وغياب التعددية في الرأي ومحاولة الزعمات فرض الرأي الواحد ثم اللجوء إلى أسهل الطرق إلى أجهزة القهر ووسائل القمع هذه البدائية في العمل السياسي هي السبب والداء والمرض الكامل المزمن في كل الدول المتخلفة إنها الطفولة والانفعالية والتهافت على الأخذ قبل العطاء ومحاولة رؤية كل شيء من خلال الأنا وليس من خلال نحن من خلال الواحد وليس الكل والسودان ليست البلد الوحيد في هذا الداء الوبيل وإنما كل العرب لهم حظهم فيه بدرجات والإسلام أبدا ليس مسؤولا عن هذا الداء الوبيل فأول ما يأمر به القرآن كل حاكم هو أن لا يطيع هواهم وأن لا يركن إلى نفسه وأن يطلب العدالة بلا تحيز وإن حملته هذه العدالة على إنصاف من يكره ومعاقبة من يحبه وأن يأخذ بالمشورة وأن يستمع إلى رأي الآخر يقول الله لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وفي القرآن وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأسوأ خلق الله عند الله هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يقول الله لنبيه عن هؤلاء لست منهم في شيء والعجب أن الإسلام من واقع كتابة القرآن دين علم وعمل ومكان أخلاق ودين سلام وبناء وعمار وتنمية فكيف انقلب هذا الدين على يد المسلمين الأفغان وعلى يد الجزائريين والصوماليين إلى حروب طائفية ومذابح وإرهاب ومجاعات هؤلاء ليسوا مسلمين وما يفعلونه بأنفسهم ليس حجة على الإسلام ولا علينا ونحن لسنا منهم في شيء وأعود فأقول إن ما نراه ليس كل السورة وأن ما يفعله الإخوة الصغار بجهالة في أفغانستان والجزائر والصومال والسودان وغيرها ورأه أشرار كبار يخاططون في القفاء ودول صاحبة مصلحة في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء وتستغل حب الرياسة في هذا وذاك وحب المال في هذا وذاك نعم ورأى كل قنبلة تنفجر هناك جيش من الشياطين يعمل وأجهزة مخابرات تخطط ليظل الجحيم مستعرا وليظل المسلمون سجناء تخلفهم إلى الأبد وأحيانا تنكشف أعمال هؤلاء الشياطين ويظهرون في العراء فنرى الأيد الإسرائيلية والأيد الأمريكية الملطخة بالدماء ولا أعف المعسكر الاستعماري القديم كله فالجميع في ثلة واحدة ضدنا بحكم المصلحة المشتركة وكيف أصدق وكيف يصدق أحد أن من أشعل النار في القرى الجزائرية وأحرق الأبرياء من الفلاحين هو مسلم أصلي وأن من قتل الأطفال بالفؤوس هو مسلم أصلي وكيف أصدق وكيف يصدق أحد أن من اقتحم المسجد الجزائري وقتل المصلين وهم سجود هو مسلم أصلي وأنه فعل ما فعله باسم الإسلام وباسم الأصولية يقول من رأى هؤلاء الإرهابيين الأصوليين أنهم كانوا ملتحين وكانوا يلبسون لباس الأفغاد ولحاهم مخضوبة بالحناء ولكن من قال إن الإسلام خضاب إن الخضاب واللحا يمكن أن يتنكر فيها الجواسيس ثم يخلعونها بعد ارتكاب جرائمهم ويغسلون الخضاب ويعودون إلى سفاراتهم في ذيهم الإفرنجي إن الصورة كلها صورة بوليصية والعمل عمل جواسيس محترفين لكن القيادات الإسلامية والمسلمون الكبر ليسوا أبريع فوقوعهم فيما الصيادة الفتنة وفي أحابيل المكر الذي حاكته العقول الاستعمارية المحترفة هو ضعف وساذاجة تحسب عليهم في آخر المطاف فهم لم يكونوا بالمضج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهب أنفسهم من أجلها والتساؤل الأعجب لماذا توجه هذه الفرق الإسلامية رصاصها إلى الفرق الإسلامية المنافسة ولماذا تكون العداوات بينها أشد؟ حارب الأفغان بعضهم البعض بأشنع مما حاربوا العدو السوفيتي لقد غلب حب الرياسة في قلوبهم على حب الحق وعلى حب الدين الذي يدعون أنهم يحاربون من أجله وكان سقوط المأجورين منهم بإغراء الدولارات أفدح وأخذ لقد سقطوا في الاختبار رغم الشعارات الإسلامية التي يرفعونها ولهذا أسقط الله الرايات من أيديهم فالله لا يحاب في الحق أحده والله لا ينظر إلى بطاقة المقاتل وإنما ينظر إلى قلبه ونموس العدل مستمر ولم يأتي الأوان بعد ليتسلم راية الإسلام من يستحقها ونسأل مرة أخرى إذا كان المسلمون بهذا الضعف وبهذا التمزق وإذا كانت عداوتهم لبعضهم البعض أشد من عداوتهم للأجنبي لماذا يخافهم الغرب ويحتشر ضدهم في كل مكان ويحاول تدميرهم كلما جتمعوا وأقول إن المسلمين هم غثاء السيل بالفعل ولكن أشتاتهم وفلولهم التي تبدو كغثاء السيل ما اجتمعت مرة على كلمة إلا وغيرت التاريخ إن هؤلاء الأفغان الذين يأكلوا بعضهم بعضا حينما اجتمعت كلمتهم على قتال السوفيت كثروا الجيش السوفيتي الجرارة بطائراته ودباباته وصواريخه وهم قلة يقاتلون جحفلا بلا عدد وحقق الشيشان المسلمون معجزة أكبر وهم عصابة قليلة تواجه جدارا من النار وأرتالا من الدبابات وقاذفات اللهب وراجمات الصواريخ ومطرا من القنابل ينهمر عليهم من الجو وصامدت هذه القلة وقد عصب كل واحد منهم رأسه بعصابة عليها لا إله إلا الله وشاهدناهم على شاشات التلفزيون يسجودون على الثلج وتراجع الجيش الروسي يلملم خسائرة ومن قبل ذلك في مطلع الإسلام انطلق المسلمون الأوائل كالعواصف ليكثروا أباطرة الروم والفرس وليعبروا البحر إلى الأندلس ثم ليزحفوا إلى أوروبا ويقفوا على أبواب ذينا إن هذا الغثاء الذي نراه في حضيد الضعف والتمزق يملك طاقة ونبع نور إذا انقدح في داخله لم يقف أمامه مستحيل ومن أجل هذا يخاف الغرب الإسلام وقد وعد روس التاريخ جيدا فأصبح يسارع إلى تدمير كل تجمع وكل بادرة وحدة تجمع المسلمين على شيء أي شيء وأصبح الهدف الغربي أن يكسر وحدة المسلمين بأي ثمن وأن يشتت جمعهم بأي وسيلة وقد فطن إلى رابطة سحرية تربطهم اسمها القرآن ولغة قادرة تجمعهم اسمها العربية فأصبح يتآمر لإضعاف هذه اللغة ويخطط لمحوها وينفق الهبات والمعونات وملايين الدولارات تحت بند أصلاح التعليم والهدف الحقيقي هو تدمير اللغة العربية الرباط الجامع لهؤلاء الهمج الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين حتى لا يلتقوا أبدا على شيء وللغرب الآن وكيل يقوم بهذه المهام اسمه إسرائيل وكيل مزرع في المنطقة ومسلح بالقنابل الذرية وبالذيت الأمريكي وبالتأييد الأوروبي وبمدد المال بلا حدود من دهاقنة الصهيونية وهو يسمي مهمته نشر السلام والوئام والمقدمات الأولى للأحداث تقول إنه يتقدم ويقترب من هدفه وإنه أوشك على قطف الثمار وإنه يثير من علو إلى علو فهل سينجح؟ يقول لنا ربنا إنه سوف يثير من علو إلى علو ثم ينتهي إلى دمار وبوار وخسارة وهزيمة ولن يصل إلى شيء ومن يقرأ التاريخ بتدبر يعلم أن هذا الاحتمال ليس بعيدا رغم كل الظواهر التي تستبعدهم وأن المسلمين يستطيعون أن ينهضوا من كبوتهم لو فطنوا إلى عيوبهم وأصلحوا من أنفسهم وأن العيب فيهم وأمراضهم القاتلة من صنع أيديهم وأن الدواء الشافية أقرب إليهم مما يظنون أن يتحدوا أن يقفوا صفا واحدا كبنيان مرصوص أن يؤمنوا أن يوقنوا بأن الحق لا بد غالب أن ينسى كل منهم هوى نفسه ولو لبرهة زمان أن يكونوا مثل هؤلاء الذين رأيناهم يسيودون على الثلج والسماء تنطرهم بالموت فيهتفون الله أكبر نعم هو أكبر من كل شيء إن ما يحدث للقدس الآن يوقظ الموت من قبورهم غضبا إن مجلس الأمن يجتمع لمسائل أتفاها من ذلك بكثير أين صرخة الاحتجاج من كل منابر صنع القرار في الدول العربية أين الجامعة العربية ومتى تجتمع في اجتماع قمة طارئ وعاجل إنها مناسبة لوقفة عربية رافضة وحاسمة إن الحفارات التي حفرت الأنفاق تحت المسجد الأقصى والتي تحفر الآن أساسات المستوطنة اليهودية الجديدة في قدس تحفر في قلب كل مسلم وكل مسيحي وتطعن في عروبة كل عربي متى يصح هؤلاء السائرون نياما قافلة طويلة من مئة مليون عربي يمشون نياما وعيونهم مفتوحة كأنما أصابهم مس والقنابل تنفجر من حولهم والعالم يتغير والتاريخ يتبدل وهم ما ذالوا يمشون نياما سبحان ربي متى نصحه؟ متى تأتي ساعة البعث؟ أنا لم أفقد إيماني قط إن ساعة البعث لا بد آتئة رغم كل الشواهد التي تقول غير هذا الفصل الرابع الجريمة ما هو السبب الذي يشجع أي طرف على دخول حرب؟ السبب الوحيد الذي يغري خصمك على أن يحاربك هو أن يشعر أنه هو الأقوى وأنه يتفوق عليك في أسلحته ومعداته وأنه يسبقك في العلم وأنه مسنود ومؤيد بحلفاء أقياء أشداء سوف ينصرونه ويؤازرونه ويقفون إلى جانبه ولو بالباطل ويؤيدونه ظالما ومظلوما وأن هزيمتك سوف تحقق له مصلحة عظمى وأن مغامرته ستكون كلها مكسبا وإسرائيل تشعر بكل هذا وتتصرف بهذا اليقين وهي تسوس قضيتها وقد امتلأت إحساسا بأن أمريكا معها وأوروبا في صفها والرأي العام يناصرها والصحف تكتب لصالحها والإذاعات تهتف لها والعالم كله يعطف على قضيتها وأن مصر هي العدو التاريخي وهي العقبة الكاؤد في طريق ميلاد إسرائيل الكبرى وهي لا ترى في الدول العربية إلا دولا بداية أكثرها متخلف أو ضعيف وترى في نفسها الحارسة الموكلة من دول الغرب للحفاظ على البترول وكنوز الطاقة التي تجلس على تلها وقد أعطاها هذا الموكل الرخصة في الانفراد بالترسانة النووية والكيميائية والبيلوجية وبطائرات الشبح وصواريخ الباتروت وبفائض أسلحة الترسانة الأمريكية وبالصوت الأعلى في المنطقة وبالحماية الدائمة بالفيتو وبالاقتصاد الساحق المتفوق فما الذي يمنعها أن تبدأنا بالحرب إن ناتنياهو يقول في كتابه إن سياسته هي فرض سلام الردع على جيرانه وهو يفعل أكثر من هذا فهو يفرض سلام الرعب وليس الردع فقط ولغته التي يخاطب بها الفلسطينيين هي الرشاشات والمصفحات والدبابات والمدرعات والمجنزرات وفي مقابل كل إسرائيلي يسقوط جريحا يقتل عشرة من الفلسطينيين وفي مقابل ستين قتيلا إسرائيليا قتل بريذ ثلاثمائة قاتيل وجريح في قانا بريذ الرجل الوديع المسالم المداهن وقد وضعت إسرائيل رجالها في المناصب الحساسة في الخارجية الروسية والخارجية الأمريكية وفي حكومات إنجلترا وفرنسا وأسبانيا وألمانيا وبلجيكا بل وفي دول الشمال الإفريقي وفي رواندا وبروندي وزائير والحبشات وريتريا ودول البحيرة وفي كل مكان من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها فلماذا لا تحاربنا إسرائيل؟ إن المشهد السياسي العالمي الذي تدور استراتيجيته منذ سنوات على اتهام الإسلام والمسلمين وإشعال الفتن في كل بؤرة إسلامية من الصومال إلى أفغانستان إلى البسنة إلى جنوب السودان إلى أذريبيجان إلى الشيشان إلى طاجكستان إلى بورما إلى كشمير إلى فلسطين إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا كل هذا المسرح العريض يشهد بأن هناك تحريضا مستمرا واتهما ظالما بالزور والكذب وبالتآمر وسعيا بالفتن وبالسلاح وبالدولار في كل أرض عربية وإسلامية لزعزعة أمنها وإرهابها والإقاع بين أهلها وتشويه دينها ومبادئها وما يجري منذ سنوات أحد الطرفين بأنه مسالم وبأنه لا يفكر في حرب وبأنه يسعى للسلام والأمن وحسن الجوار وهي دائما تحدث حينما يختار أحد الأطراف موقف الضعف والذلة والخوف والموادعة والملاينة ويطرد من ذهنه أي خاطر في المواجهة ويفضل المهانة على لقاء الموت والذين يؤثرون السلامة ويمشون إلى جوار الحائط هم أول من يطمع فيهم الظلمة والمعتدون وهم أول من يفقدون الأمن والأمان والسلامة إننا نعيش في عالم ذئاب ولم نعرف طعم السلامة إلا مجرد استراحة عابرة بين حربين وتاريخ المنطقة ملطخ بالدماء نابا ومخلبا ونحن نواجه عدوا حقيقيا وجارا غادرا ومفاوضا كذابا أفيقوا يا عرب أفيقوا يا عرب إلى الكارثة التي تدبر لكم أعدوا واستعدوا واعلموا أنكم مقبلون على ذات الشوكة لا مفر ولا مهرب السلام الذي تلوكونه بين أفواهكم هو مخدر موضعي يدسونه في طعامكم الإعلامي كل يوم فإسرائيل وعصابتها الصهيونية لا تفكروا في أي سلام أبدا وإنما غرضها أن توهن عزائمكم وتميت قلوبكم وتعمي عيونكم عن الكارثة المقبلة حتى تأتيكم على غرة ودون استعداد وهي تقتل وتخرب وتفسد كل يوم تمهيدا للخاتمة التي تحبيق خيوطها وهي تطحن تحت أضراسها ثأرا تاريخيا لا يهدأ ولا ينطفئ له نار ولا يخبو له أوار وهي لا تريدكم إلا سبايا ولاجئين مطرودين بالأبواب ومتسولين عبيد لقمة كما عاشت أيام السبي البابلي وكما طوردت فلولها أيام الدنزية وما كنا نحن هؤلاء الجنات الذين أذلوها وما كنا أبناءهم ولا سلالتهم وما وجد اليهود المأوى والسكن والمحبة كما وجدوها في حضن الأندلس الإسلامية ولكنه الظلم والحقد الأعمى الذي يريد الدم أي دم والفجور الذي ينتقم من إجرام المجرم بسفك دم البري ومنذ سنوات يروج الغرب أكذوبة أن هذا المسلم البريء ليس بريء وأن الإسلام نفسه هو العدو الذي يتربص بالحضارة وأن المسلمين هم برابرة هذا العصر والصهيونية وأبواقها هي التي نظمت هذه الحملة لتمهد بها لما تخطط له من ذبح هذا المسلم وتقديمه فدية وذبيحة لإقامة دولتها الكبرى وبناء هيكلها على أطلال مقدساتنا إنها رواية أحكموها فصولا ورتبوها أبوابا وقد أشرفت الرواية على فصلها الختامي إن هؤلاء الناس لا يهزلون فكفانا نحن هزلا وكفانا نوما وليصحوا كبارنا لن يكون هناك أكابر إذا حم القضاء أجمعوا أمركم يا سادة قبل أن تأخذوا على غرة وتجدوا أنفسكم سبايا ولاجئين مطرودين بالأبواب واستمعوا إلى صوت المتنبي شاعر العربي نحن بني الموتى فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه وإلى حكيم العرب الذي ينشد لقد وجدت الموت قبل ذوقه ذل الجبان في رعبه وخوفه والموت قادم إليه رغم أنفه وكل آمن في سربه وأهله الموت أقرب إليه من شراك نعله هكذا يا سادة نحن بان الموتى فما بالنا تخاذلنا وأصبحنا نتسول الأمان من الذي ليس عنده أمن ولا أمان بل من الذي لا يمر لنا أمنا ولا أمانا بل يضمر لنا إذلالا وهوانا ويبيت لنا بليل ويمكر بنا مكر الليل والنهار إن القلق بسبب حرب محتملة أفضل من النوم على سلام كاذب وأولى بنا أن لا نخدع أنفسنا وأن نواجه الواقع بكل احتمالاته وأن نتأهب للأيام الأسوأ والاعتماد على نصرة أمريكا اعتماد على سراب خادع فالنصرة الأمريكية تأتي دائما للطرف الآخر والذيت يأتي في صالح المعتدي وليس في صالح الضحية هذه هي القسمة التي قسمها لنا الله وعلينا أن نعرف كيف نحمل تبيعاتها إن إسرائيل تتشدق بالسلام وتعد للحرب وتستكثر من السلاح وتكدس من العتاد الحربي كل يوم وكأنها مقبلة على غزو في ظرف ساعات فماذا نفعل نحن؟ هل ننتظر الضربة الأولى كما فعل عبد الناصر في الكارثة 67؟ إن الانشغال بالتنمية عمل وطني عظيم ونبيل ولكن ما تبنيه التنمية في سنين يمكن أن تهدمه قنابل الطائرات المغيرة في ليلة وتمحو معه المليارات من القروض وعرق السواعد وأحلام الملايين الحكمة تقول أن نبني بيد واليد الأخرى على الزناد كما يفعلون هم على الجانب الآخر ولا نذع سيناء خلاء مفتوحا لا عيون فيه فهم قد زرعوا عيونهم في كل شبر في بلادنا بل زرعوا عيونهم في حياتنا وفي الأرض التي نزرعها وفي الماء الذي نشربهم إن ما تفعله إسرائيل هو جريمة بكل المقيث ولكن الجريمة الأكبر هي السكوت عليها واعتبارها صديقا ومرة أخرى أقول إن اتحادنا في عصبة واحدة ويد واحدة هو أقوى أسلحتنا بل إن عزل إيران عن العصبات الإسلامية هو تآمر أمريكي غربي وتفتيت العصبة الإسلامية كان دائما هدفا عزيزا لقوى الاستعمار الغربي وخلق الأعداء للإسلام من داخله كان دائما سياستهم وقد جاء آوان رأب الصدع وجمع الصف وعندنا من الأعداء ما يكفينا وزيادة فلماذا نخلق لأنفسنا المزيد من العداء ولماذا نساعد في زرع المزيد من الخصومة بين بعضنا البعض لقد اتحد الروس البلاشفة مع خصومهم الرأسماليين الإنجليز والأمريكان لمحاربة النازية الهتلرية ونسوا خلافاتهم وقاتلوا معا جنبا إلى جنب عدوهم المشتركة حتى قضوا عليه فلنتعلم مما فعلوا درسا واجهوا به المحنات التي وضعونا فيها ولنقف معا شيعة وسنة يدا واحدة إن نهر السياسة يغير مياهه كل يوم وعداء الأمس يصبحون في عرف الدبلوماسية حلفاء اليوم إذا قضت بذلك الحكمة والمصلحة فلنتعلم منهم ما يعيننا عليهم الفصل الخامس المشكلة اليهودية المشكلة اليهودية هي في اليهود أنفسهم وليست في الطهاد العالمي لهم فهم الذين يؤججون الفتنة ويخلقون المشاكل يقول فيهم القرآن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المرسدين فهم الذين يصنعون الفتن والصهيونية فكرا وسلوكا موبوءة بالتعصب العنصري وبعقدة الخوف والحقد وأوهام التفوق والرغبات في التنكيل بالآخر والسيادة على الآخر ولم يكن القرآن الوثيقة الوحيدة التي اتهمتهم وإنما أنبياؤهم اتهموهم من قبل القرآن ومن قبل الإنجيل يقول فيهم النبي أرمية مثل خذي اللص إذا وقع هكذا خذي آل إسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم إذ يقولون للخشب أنت أبي وللحجر أنت والدي لأنهم أداروا نحو قفاهم لا وجههم وفي وقت مصيبتهم يقولون لي قم وخلصنا فأين آلهتك التي صنعت لنفسك فليقوموا إن استطاعوا أن يخلصوك في وقت بليتك لأنه قد صارت آلهتك بعدد مدنك يا يهوذة لماذا تخاصمونني كلكم عصيتموني يقول الرب ضربت أبناءكم بلا فائدة إذ لم يقبلوا تأديبا سيفكم أكل أنبياءكم كأسد مفترس إنهم يقتلون الأنبياء باعتراف أنبيائهم وسيوفهم تأكل أنبياءهم وقد حاول مفكرون من عظماء اليهود على مر التاريخ أن يعالجوا هذه النفس اليهودية من أدوائها فلم ينجح ولم ينالوا من إخوانهم وأبناء جلدتهم إلى السخرية والتجريح والافتراء كما حدث مع صاحبهم موسى مندلسون الذي حاول أن يخرجهم من هذا الحبس الاجتماعي والفكري وراء أسوار الحقد وكان شعاره كن يهوديا في بيتك ومواطنا مخلصا في مجتمعك أحب الآخر كما تحب نفسك فما كان جزاؤه إلا التعريض بسمعته وكرمته وتعقبه المعاندون المتعصبون من اليهود يجمعون كتبه ويحرقونها فقبل مندلسون جاء باروخ سيبرونزا وكان هو الآخر يؤمن بأن نهاية شقاء اليهود وشقاء العالم باليهود لن يكون إلا بتخلصهم من النعرة القومية والأفضلية العنصرية التي تفسد ما بينهم وبين الناس وكان يرى أن التمسك بفلسطين والعودات إلى أرض الأجداد وإقامة الهيكل هي عقيدة وهمية وإسطورة وأن الله في كل مكان وجميع الأرض هيكلهم وهو يسمع الدعاء من أي بقعة في الأرض فما كان جزاؤه إلا سخرية به والحط من شأنه واتهامه بالكفر والتآمر على قتله ولا حقه أحد المتعصبين وطعنه بمديه وجاءهم المسيح عليه السلام بموعظة الحب فأغلقوا أسماعهم دونه وقال لهم المسيح إنه بالإيمان وحده لا بالنسب سوف يدخل الإنسان ملكوت الله وكانت موعظته أحب أعداءكم باركوا لعينكم أحسنوا إلى مبغضكم فتآمروا عليه ليقتلوه وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤيدا بالروح القدس ليدعوهم إلى المودة والرحمة فقدموا له كتف الشات المسمومة ويأتي اليوم أخونا لطيف الخلي مسيحا جديدا يحمل معه إنجيل كوبانهاجن ليخاطب عقلاءهم وليحول قلوبهم ولطف الخلي لا شك يوهم نفسه ويوهمنا وهو لا شك يمزح فالذي كان يحل الموت ويشفل أكمه والأبرص ويقيم المشلول لم يفلح معهم والنبي الخاتم المؤيد بروح القدس وموسى بعصاه التي شقت البحر وأنبياء التوراة وكتائب المصلحين بلا عدد ما استطاعت أن تلين لها قلبا ولا استطاعت أن تشفي نفوسهم من حقدها وأمراضها أفيستطيع أخونا لطف الخلي أن يحول قلوبهم بوثيقة كوبانهاجن هو بلا شك سيضيع نفسه وسيضيعنا معهم هل أقرأ عليك البروتقول الرابع؟ يقول اليهود في البروتقول إن علينا أن نشعر الثورات ونؤجج الفتنة فإذا نجحت ثورة فإنها سوف تأتي بالفوضى أولا ثم بحكم الاستبداد الذي يحكم بالسوط والجبروت ثانيا وسوف نكون نحن القوة الخفية التي تعمل من وراء هذا الحكم المستبد عن طريق كلائنا ومن ذا الذي يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها؟ إن علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من هذا العالم وأن نضع مكانها عبادة المصلحة والمال والجاه والدنيا علينا أن نزين الشهوات ونقيم المحراب البديل محراب اللذات والأطناع وعلينا أن نقيم عالما من التجارة والمضاربة والبرصات وبهذه الشباك المحكمة سوف يعبر المال من خلال هذه المضاربات المحمومة إلى خزائننا ولن يصل إلى أيدي ثوانا إلا الفتاة وسوف يخلق الصراع من أجل المال عالما فضا أنانيا غلظ القلب منحل الأخلاق شهوته الرائدة هي الذهب وتكديس الثروات ويتحول المجتمع إلى أغنياء بلا حدود وفقراء بلا حدود وأحقاد بين الاثنين بلا حدود ويصبح من السهل إغراء كل فريق بالآخر وإشعال فتيل الفتنات كلما خبت ألم يكن هذا ما فعله اليهودي كارل ماركتس حينما قام بتحريض البرولتاريا على البرجوازية وأشع على الثورة البلشيفية في روسيا وهل كانت مصادفة أن فكرة ماركتس كله يقوم على الصراع الطبقي ثم ليس هذا هو النظام العالمي الجديد الذي نعيشه والذي يسيطر عليه أباطرة الصناعة والتجارة وتحكمه البرصة والسوق والدولار وتتكدس فيه ثروات أصحاب الملايين والمليارات وتنحدر فيه الأغلبية إلى فقر مدقع وتتصعد فيه المعاناة إلى ذروتها ثم ألا يملك الصهاينة في هذا النظام دولة الصحافة والإعلام والنشر ودور اللهو والمسارح والسينما بالفعل ويزينون لنا عالما من الشهوات والجنس والعنف والدم ويملؤون الفضاء بالمحطات الفضائية التي تذيع العملية الجنسية بالصوت والصورة والألوان ويصنعون شبابا مشغولا بأعضائه التناسلية ولا وعي له ولا عقل ولا مستقبل وافتحوا الدشع على محطات أوروبا وتركيا بعد نصف الليل وتفرجوا إنهم لا يهزلون وما يجري هو بالفعل مصداق لخطتهم وبروتوكولاتهم وإذا كنت من الذين يسخرون من هذه البروتوكولات ولا يصدقونها فماذا تقول عن العصر نفته وعن النظام العالمي الجديد الذي تعيشه هل يحدث فيه ما يحدث من صراع محموم عشوائيا وبالصدفة إذا كنت تعتقد أن هذه البروتوكولات تلفق فماذا تقول في كتاب أليكسندر مالكول وهو دكتور في اللاهوت المسيحي وهو لا يتكلم عن البروتوكولات وإنما يأتي بنصوص من التلمود والمدارش ومعها أصولها العبرية والأرمينية وكلها تمتلك بالحقد على العالم والسخرية من جميع العقائد والأديان والتآمر على هذا العالم ومن فيه ويقول أحد النصوص بوجوب قتل من يدرس التوراة إن كان من غير اليهود وبوجوب قتل من يستريح في غير يوم السبت وفي نص آخر يحرم على المرأة اليهودية إرضاع طفل جارتها غير اليهودية حتى لو تعرض الطفل للموت جوعا وأمثال هذه النصوص العجيبة كثير أنا أعلم يا أخ لطفي أن هناك أقلية في إسرائيل تنشود السلام العادل والقرآن نفسه ذكر هذه الأقلية ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إنها حقيقة ولكن هذه الأقلية مغلوبة على أمرها وليست هي التي تقرر سياسة إسرائيل ولم يكن حزب العمل بأقل عدوانية من حزب الليكود وقتل الفلسطينيين واللبنانيين في عهد العمل وفي مذبحة قانا أكثر من قتل الليكود لا توجد سياسة إسرائيلية في أي حزب حاكم غير توسعية أنت تحلم يا أخ لطفي إن اليسار الإسرائيلي الذي تخاطبه بمقررات كوبنهاجن هو مجرد ديكور وهو مجرد مصيادة للتطبيع الثقافي الذي يحلمون به إن المشكلة اليهودية هي في العقلية اليهودية نفسها وهي للأسف عقلية صهيونية توسعية هدفها الأول استيادة وداؤها العضال الذي لا شفاء منه هو الشعور بالامتياز وبأنهم الصحبات المختارة من الله وبأنهم الأولى بالسيادة على البشر ولن ينفع إنجيل كوبنهاجن فيما أخفق فيه إنجيل المسيح وتوراة موسى وقرآن محمد ولا حجة لأحد بعد هذا الثلاثي المختار من الله فعلا والمؤيد بجنده وملائكته وأين أوراق كوبنهاجن من هذه البعثة التي جاءت بها السماء مسلحة بالآيات والمعجزات والكتب السماوية وما زال اليهود بنفس عقلياتهم ونفس مواقفهم والأخ لطفي يريد أن يجنبنا ويجنب نفسه عواقب مواجهة لا يعلم بمداها إلا الله وحده وهو يشكر على ذلك ولكن يا عزيزي لطفي ما بالأمان تعالج الأقدار وإنما بالتأهب وإعداد العدة وليس باستجداء المواثيق وأين ميثاق مادريد وأين ميثاق أسلو ومنذ متى كانت المواثيق تجدي بل نستعد للأسوأ ونتأهب للأخطر أقول هذا من سنين ولا أرى حلا آخر وأرجو من إخواننا العرب حكاما وشعوبا ومن دول العالم الإسلامي حكاما وشعوبا أن يعووا هذه الحقيقة وأن يدركوا حجم الكارثة وأن لا يتعلقوا بحبال أمريكا وأن لا يضعوا كل آمالهم في الكونغرس فحقيقة أن إسرائيل تستعمل أمريكا هي وهم شائع والواقع هو العكس أن أمريكا هي التي تستعمل إسرائيل لأغراضها وأن الحلم الأمريكي في صناعة إمبراطورية باتساع الأرض هذا الحلم يحتاج إلى كلاب حراسة ووكلاء عسكريين مرابطين في كل بقعة استراتيجية والمنطقة العربية أرض الثروات والكنوز لا بد أن تأول إلى السيطرة الأمريكية بالكامل وإسرائيل هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تؤدي هذه المهمة ولهذا نلاحظ أن إسرائيل تفعل الأفاعيل وتسوي الهوائل بالفلسطينيين وبمقدسات العرب ولا تحرك أمريكا ساكنا ولا تحاول أن تضغط على إسرائيل مع أن هذا الأمر ميسور جدا ولن يكلفها أكثر من تلفون أو إرسال برقية ولكنها لا تفعل بل نفاجأ بها تفعل العكسة فتساندها على باطلها بالفيتو وباثنين فيتو وليس فيتو واحد وهو أمر لافت للنظر ويدل دلالة أكدة على أن أمريكا لها مصلحة شخصية ومطلب ذاتي فيما يجري وأنها بكل ثقة لها وراءه ونذكر جميعا في حرب 1956 وفي العدوان الثلاثي الفرنسي الإنجليزي الإسرائيلي على مصر أن الرئيس الأمريكي أخرج الجيوش الإسرائيلية والفرنسية والإنجليزية من سيناء ومن السويس بأمر فوري والسبب كان واضحا أن إنجلترا وفرنسا وجيل الاستعمار القديم قد أصبح في نظر أمريكا حكاية قديمة انتهت وأنه لا كلمة لإنجلترا ولا لفرنسا في مصير الشرق الأوسط من ذلك اليوم وأن الكلمة لأمريكا إن النية كانت قد اختمرت بأن هذه المنطقة أصبحت من نصيب أمريكا وحدها وأنها وحدها هي التي لها الكلمة في مصيرها وكان ما حدث شهادة على ميلاد الاستعمار الأمريكي الجديد وما فعله بوش بعد ذلك في حرب الخليج بالنزول بعساكره ونهب ثروات المنطقة وزرع القواعد الأمريكية والبواريج الأمريكية في المياه العربية كان هذا الغزو المتنكر في ثوب النجدة تنفيذا للرغبة والطموح في ميراث أرض الاستعمار القديم وما يفعله كلينتون اليوم حين يطلق الغرور الإسرائيلية واليد الإسرائيلية لتعربد بذباباتها في القدس والضفة ليس دليلا على أن أمريكا باتت مسخرة في خدمة المكر الإسرائيلي بل هو دليل على العكس على أن إسرائيل هي التي أصبحت الكلب الجديد الذي قررت أمريكا أن تسخره لحراسات أرضها الجديدة وأن الكلمة العليا أصبحت لها لأمريكا وليست لإسرائيل إنه مجرد التقاء مصالح وتحالف المكر الأصغر مع المكر الأكبر علينا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد إننا لسنا وحدنا في النهاية فالله سبحانه وتعالى طرف قافي في الصراع فالدين المستهدف هو دينه ولكن هذا لا يعفين من المسؤولية ولا يخلي طرفنا من واجب الاستعداد وأخذ الأهبة فالتواكل والتقاذل والركون إلى الظالمين والإخلاد إلى الأرض ليست من أخلاق المسلمين والله لا ينصر إلا من ينصره وهو القائل في قرآنه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فلنصر الله شرط هو الانتصار لدين الله فلابد أن نوفيه وإن لم نوفون به بإذن الله الفصل السادس عبادة الشيطان أصلها عبريون في الترجمة الفرنسية المسكونية للعهد القديم وتعرف اقتصارا بالحروف تي أو بي وهي ترجمة قامت دار المشرق في بيروت بتعريبها في أجزاء الأول منها ظهر تحت عنوان أسفار الشريعة الخمسة أي توراة موسى في الصفحة التاسعة والسبعين من هذه الأسفار نقرأ أن الرب أمر بتقديم قربان للشيطان عزازيل والنص هكذا ويأخذ النبي هارون من عند جماعة بني إسرائيل تيسين من المعز لذبيحة الخطيئة وكبشا للمحرقة فيقرب هارون عجل ذبيحة الخطيئة التي عليه ويكفر عن نفسه وعن بيته ثم يأخذ التيسين ويقيمهم أمام الرب عند باب قيمة الموعد يلقي هارون عليهم قرعتين إحداهما للرب والأخرى لعزازيل ويقرب هارون التيس الذي وقعت عليه قرعة للرب ويصنعه ذبيحة خطيئته والتيس الذي وقعت عليه قرعة عزازيل يقيمه حيا أمام الرب ليكفر عليه ويرسله إلى عزازيل في البرية أي أن هارون النبي ذبح أحد التيسين قربانا للرب وأطلق الآخر حرا في الدرية قربانا للشيطان عزازيل والسرداء له وهو أمر لا يمكن أن يأتي من الله أو ينزل به وحي فالشيطان ملعون ومطرود ومبعد ومرجوم من الله وليس له قربان ولا مكافعة وإنما ذلك بعض ما غير وبدل الأحبار في توراتهم وبعض ما أضافوا وحرفوا وافتروا على ربهم فلا عجب أن يستمر الأحفاد فيما بدأه الأجداد وأن يضيفوا ويتوسعوا في هذه الطقوس الشيطانية وأن نسمع ونقرأ ونرى ما جاءت به الأخبار عن الطقوس المطورة لعبادة الشيطان والشباب الذي يضعوا على صدره نجمة داود ويقدم القرابين لإبليس فهذه الفرية لها أصل عبراني والإفساد قديم جاء به العبرانيون الأوائل وليست هذه الموضة بنت اليوم وقد جاءتنا تعليقات كثيرة من إخوة مسيحيين أفاضل بأن كلمة عزازيل الواردة في التوراة لا تعني الشيطان ولا إبليس وإنما تعني الصحراء أو التيهة أو الفلاة وأنا أحين الإخوة الأفاضلة إلى قاموس الكتاب المقدسي وضع الدكتور بطرس عبد الملك وآخرين وفيه أن عزازيل هو الشيطان أو الجن في الصحاري والبراري أو ملاك ساقط أي ملاك عصى الله وساقط في الخطيعة وهو كلام قريب من مفهوم إبليس في القرآن وفي كتاب أرشاليم الترجمة الفرنسية نقرأ هذا النص الفرنسية عن عزازيل والنص بالعربية يقول إن عزازيل هو اسم شيطان كان العبرانيون والكنعانيون القدامة يعتقدون أنه يسكن البرية والبرية هي الأرض الجرداء العقيم التي لا يمارس فيها الله عمله المخصبة فالكلام إذن عن الشيطان والتوراة المتداولة تقول إن النبي هارون ذبح تيسا وقدمه قربانا لهذا الشيطان وتوراة موسى الأصلية بريئة من هذا الكفر ولا شك ولكن أين هي توراة موسى إن توراة موسى التي نعلم أنها كانت مكتوبة على بضعة ألواح من الحجر يحملها موسى إلى قومه نازلا من الجبل يقول ربنا في القرآن وكتبنا له في الألواح من كل شيء وهذا هو الجانب المعلوم تاريقيا فأين هذه التوراة من توراة اليوم المتداولة وهي كتاب ضخم ألف صفحات بالبنط الصغير لو أنها نقشت ألواحا على الحجارة لا جاءت في حجم الهرم الأكبر فكيف يتأتى لموسى أن يحمل مثل هذه الألوف من الأطنان على كتفيه نازلا إلى قومه من الجبل إننا نقرأ بداهة شيئا آخر الآن وما نقرأه الآن هو كم من الروايات والأقاصص والتراث العبري الذي ليس من الله ولا من وحيه في شيء وإنما هو تراث الأحبار والككان وأفكارهم وأحلامهم وأيضا أضغانهم وأحقادهم والمفتاح يأتينا من التوراة نفسها ماذا يقول داود في المزامير الإصحاح السادس والخمسين ماذا يصنع بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي والنبي إرمي يقول قال رب لي بالكاذب يتنبأ الأنبياء باسمي لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم بالرؤى الكاذبة ومكر القلب يتنبأون قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا وشك في أسفار التوراة قدم ومعترف به من طوائف الملة المسيحية أنفسهم إن التوراة المتداولة تكذب بنفسها قدسيتها ومصداقيتها وما جاء في الترجمة الفرنسيات المسكونيات في أسفار الشريعة الخمسة في الصفحة التاسعة والسبعين من أن هارون النبي اختار تيسيني من المعذي وكبشا للمحرقة قرابين وبدأ بعجل قدمه للرب ذبيحة كفارة عن نفسه وعن أهل بيته ثم أقام التيسين أمام الرب عند باب قيمة الموعد وألقى عليهم القرعة أحدهما للرب والآخر للشيطان عزازيل فذبح الذي للرب وأطلق الذي للشيطان في البدية هذا النص العجيب الذي يكون للشيطان فيه قربان لا يمكن أن يكون نصا إلهيا ولا غرابة في هذا بعد كل ما قرأناه عن التوراة وما بها من تحريف فإن مثل هذا الكلام هو ضمن ما دسه المفترون على التوراة وتقوس عبادة الشيطان بدأت من ألوف السنين من أيام التوراة كبدعة إسرائيلية وليست بدعة هذا الزمان الذي نعيشه ولا غربة في ذلك فعبادة النفس وعبادة الهوى وعبادة الدنيا وعبادة المال عرفت عن اليهود وهي جميعها شيطانية في أصلها ومصدرها إن عبادة الشيطان أمرها قديم منذ أن جاء الإنسان على الأرض ومنذ آدم ولكن إسرائيل كانت أول دولة صنعت من هذه العبادة دينا وأقامت له مؤسسة لها فروع وتنظيمات وخلايا في كل بلد إن هذه العبادة الشيطانية لها أصل عبري في التوراة المتداولة وفصاق اليهودي هم الذين ابتدعوا تقوس هذه العبادة وألفوا كتبها وتسابيحها وأناشدها وموسيقاها وصلواتها ورموزها الصليب المعقوف ونجمة داود والشموع السوداء وشرب الدم وأساليب التقرو إلى الشيطان بحفلات الجنس الجماعي والتبول على الكتب السماوية وتنزيق الأناجيل والعري والفحش ومباشرة الشذوذ وسب الذات الإلهية وشتم الأنبياء والسخرية من الشرائع وذبح الأطفال قرابين للشيطان وليس غريبا على الذين ألفوا التلمود كتاب الحقد البشري وصنع الماسونية نظام التأمر الذي دس رؤوس اليهود والصهيونية في جميع مناصب صنع القرار في العالم والذين أشعلوا الحروب والثوارات وأججوا الفتن عبر التاريخ كله أن يمتدعوا هذه العبادة وأن يقيموا لها مؤسسة ويخترع لها صلاوات وطقوس وموسيقى وديسكات ليزر وأن ينشرها في العالم على هذا النطاق الواسع الذي وصل إلى شبابنا وأبناءنا فهم مفسدون منذ الأزل في الأرض يقول لهم القرآن لتفسدن في الأرض أي في الأرض على اتساعها وإطلاقها وذلك من إعجاز القرآن أما الاستجابة الواسعة بين الشباب لهذا الإفساد فهي أمر طبيعي فضعفاء النفوس وضعفاء الإيمان هم الأغلبية ويقول ربنا إن أكثر الناس لا يفقهم ويقول عن المؤمنين الشاكرين وقليل ما هم ولهذا ينتشر الفساد بأسرع مما ينتشر الصلاح وتصبح الحاجة شديدة إلى التصدي لهذا البلاء بقوة القانون وبالشرطة وبرجال الأمن وأجهزة الردع وأهم من كل هذا إغلاق باب التطبيع الذي يأتينا منه الجواسيس والمخدرات والدولارات المزيفة والإيجز وأخيرا عبادة الأبالسة والتفرقة الواضحة في التعامل مع قربان الله وقربان الشيطان تؤكد هذه العبادة للدنيا وشيطانها فقربان الله يذبح لأن الله يأمرنا بأن نضحي بالدنيا وأن نصوم عن طعامنا وشرابنا ولهذا يذبح هارون اللحم الذي يشتيه ويقدمه لله أما التيس الذي اختاره قربانا للشيطان فإنه لا يذبحه وإنما يطلقه يمرح في البرية فهو يرمز للدنيا ومشتهياتها وبهذا يسعد الشيطان وبهذا يسر أن نطلق لشهاواتنا العنان إنه يعامل الرب بما يدخل السرور إلى نفسه ويعامل الشيطان بما يسر له ويفرحه ويبلغ الافتراء على الله ذروته في مفهوم التوراة المتداولة عن الربوبية فرب في التوراة ليس رب العالمين ولا رب الأكوان كلها وإنما هو رب إسرائيل وحدها وفي آخر الزمان يأتي الله بكل الشعوب والأمم لتلحس تراب نعل حذاء إسرائيل فالربوبية والعناية وإسباغ النعم هي أمور يجب أن تنفرد بها إسرائيل وحدها والله ليس ربا للشعوب والأديان الأخرى فكل ما عدا شعب إسرائيل حيوانات وكل ما عدا الديانة اليهودية خزعبلات يقول الرب الإسرائيل في آخر الزمان ها أنا أرفع إلى الأمم وإلى الشعوب أقيم رأيتي فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملنا ويكون الملوك حاضنك وسيداتهم مرضعاتك بالوجوه إلى الأرض يسيدون لك ويلحسون غبار رجليك فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخيب من انتظره أشعياء 49 إلى هذه الدرجة من العنصرية ومحدودية الأفق تهبط هذه الفقرات بمعنى الربوبية لقد جعلوا من رب العالمين شيخ قبيلة والتوراة المتداولة في هذه الفقرات تجدف على الملة المسيحية ذاتها وعلى جميع الملل وعلى جميع الأديان ثم تجدف على الله وعلى ربوبيته المطلقة وعنايته بجميع العالمين وكان طبيعيا أمام هذا التحريف الجوهري في صلب الديانة أن تكون التوراة المتداولة موضع شك وموضع عريبة حتى من أهلها وصدق الله العظيم إذ يقول في القرآن عن حالة اليهود والنصار أمام هذا كلام وإنهم لفي شك منه مريب فمن يقرأ مثل هذا الكلام ولا يداخله الشك المريب عودة إلى حكاية كوبنهاجن ويحلم الأخ لطفي الخوري ومعه الزميل محمد سيد أحمد وهما من معسكر اليسار القديم أن تكون جماعة كوبنهاجن التي كوناها بداية ناجحة لجماعة ضغط تتعاون مع الأقلية اليسارية في إسرائيل على تغيير مسار السياسة الإسرائيلية نحو خط معتدل يقبل القدس كعاصمة لفلسطين وبحق سوريا في استرداد الجولاني كاملة وبحق الفلسطينيين في معظم أرض الضفة وعدم شرعية المستوطنات على الأراضي منهبة وبأن يكون لفلسطين الحق في القيام كدولة لها كامل صلاحياتها مثلها مثل إسرائيل وما يسعى إليه الأخ لطفي هو حسن ظن في غير محله فقد استطعت إسرائيل بالفعل وبالقوة أن تغير من الواقع على الأرض في القدس والضفة والقليل وهي قد نهبت معظم أرض الضفة وخططت فيها الأنفاق والكبار والشوارع وبنت المستوطنات وأقامت المعسكرات فلم يبقى للفلسطينيين إلا جووب محاصرة برشاشات العسكر اليهودي حدث هذا بالفعل وانتهى يا أستاذ لطفي وما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة والجماعة الإسرائيلية التي تلتقون بها في كوبنهاجن هي قلة يسارية لا تمثل إسرائيل كما أنكم قلة لا تمثلون مصر وهذا الجناح اليساري لا قدرة له على تغيير القرار في إسرائيل ولا على الضغط المؤثري الذي يغير جوهر السياسة الإسرائيلية فإسرائيل وإن كانت في الظاهر دولة ديمقراطية إلا أنها في الحقيقة دولة عسكرية تحكمها الأهداف التوسعية العسكرية والأحلام التوراتية في السيادة والغلبة وتاريخها كله يجهر بهذا ويصرق به بعلى نبرة وكل ما خططت له جماعة كوبنهاجن الإسرائيلية واستدراج المثقفين المصريين إلى الحوار للخروج من حالة السلام البارد مع مصر وكنت أنت وأصحابك الوسيلة البريئة لهذا الاستدراج إنها حيلة ذكية لنوع من التطبيع الثقافي المرفوض من كل الجبهات الثقافية المصرية لأنه نوع من قبض الثمن قبل تسليم البضاعة والبضاعة هي إعادة الأرض المنهوبة والانسحاب من كابل الجولان وفك المستوطنات التي تتخلل وتحاصر وتخنق الوجود الفلسطينية في الضفة والخليل وإعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ثم بعد ذلك يكون التطبيع كثمن ومكافأة ولكنهم بهذه الحيلة سوف يحصلون على المكافأة دون أن يقدموا شيئا سوى الكلام والثرثرة وهذا هو الأسلوب الإسرائيلي في العمل والتفاوض في كل مرحلة من مراحل خداعهم الطويل ثم هي جرعات تخدير لبس بها للرأي العام العربي ووسيلة لمزيد من التسويف القضية ولا أحب لك أن تستدرج إلى ملهات وتمثيلية من هذا الطراز فإنك سوف تعطيهم المزيد من الشرعية وتسليبنا نحن بعض صلابتنا ووحدتنا ثم لن توصلنا إلى شيء ثم إن الموقف على أرض القضية موقف مزر وشائن ولا يحتمل إضاعة الوقت في تمثيليات والشعب الفلسطيني ممزق إلى شراثم وجيوب محاصرة بالعسكري وقضية قيام دولة فلسطينية لها صلاحيات الدولة أصبحت أمرا مستحيلا والترسانة الكيميائية والترسانة النووية جاثمة على الحدود المصرية ومخزون السلاح الأمريكي والفائض من كل نوع من السلاح يتركم بكثرة مستفزة في كل أرجاء الدولة الإسرائيلية والجولان محتلة والقدس محتل والضفة محتلة وناتنياهو يقول لا تفاوض حول القدس ولا انسحاب من الجولان ولا تراجع عن بناء مزيد من المستوطنات ولا 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 من تظن من فريق كوبنهاجن سوف يضغط على نتنياهو لتغيير قراره ديفيد كميحي المساد الإسرائيلي زميلكم في فرقة كوبنهاجن لا يا لطفي أنت ولا شك أعقل من هذا بكثير وصدقني لو كان هناك أمل واحد في المائة في هؤلاء الناس لا سرت رأك ولكن الأهداف التوسعية استقرت في عقول هؤلاء الناس من قديم وهم يحركون العالم بمهارة من أجل بلوغ تلك الأهداف وهم يسخرون جماعات الضغط السياسي وأباطرة الصناعة وملوك المال وهم يملكون أكثر الصحف تأثيرا وأعلاها صوتا وقد وضعوا رجالهم في كل كراسي صنع القرار وهم قد أحاطوا بعنق كيلينتون وهم يجاهزون للذي سوف يأتي بعدهم وليس هذا وقت الدخول في ملهات بل وقت التفكير الصارم الجدي ولا أقول هذا يأسا بل أنا واثق تماما أن كل ما صنعوه سينهر عليهم وعلينا فقط أن نقف كعرب في وحدة صلبة رافضة لكل هذا المخطط ليس فقط وحدة كلام وإنما وحدة عمل وترتيب وتدبير وتخطيط ثم نتكلم جميعا من فم واحد ونعمل بيد واحدة إن مجرد هذه الوحدة الصلبة والإرادة الرافضة سوف تكون أقوى ألف مرة من ضغوط جماعتك وسوف تغير بصلابتها كل شيء وما ورقة كوبنهاج يا صاحبي سوى ملحق آخر من ملاحق عبادة الشيطان شيطان الأمل الإسرائيلي الذي تلوح به إسرائيل لتزين لنا سلامها المزيفة وتستدرجنا إلى مزيد من التطبيع والتركيع الفصل السابع الذين صنعوا الكارثة كان مفهوم الألوهية عند الإنسان البدائي مستمدا من قوى الطبيعة التي يراها تتحكم فيه العصيفة والبركان والنار والإعصار والماء الهدار القوى الرهيبة الغلابة التي كانت تهدده فعبدها وقدم لها القرابين ليسترضيها وتعددت بذلك آلهته بعدد هذه القوى المسيطرة التي يخشاها ويحسب حسابها ثم عبد الإنسان البدائي الملوك والأجداد فلما رأى الملوك والأجداد يموتون تصور أن أرواحهم تحلوا في الحيوانات فعبدها ثم اتخذ من تماثيل الأجداد ومن تماثيل الحيوانات رموزا وأصناما يعبدها ويقدم لها القرابين ثم اتجه بوصره إلى السماء مبهورا ليعبد الشمس والكواكب والنجوم ثم حاول تجريد الألوهية في قوتين إله خير وإله شر ثم حاول تجريدها في ثالوث وتاسوع ثم في إدارة عليا من تسعة عشر ثم في مجلس رفيع من الآلهة له كبير هو زيوس رب الأرباب المهيمنة الذي لا ترد له كلمة وفي الهندوسية بلغ عدد الأرباب أكثر من ثلاثين ألف إله وفي هذا التيه من التخبط والضلال لم يكن الله الحق غائبا عن الإنسان الذي خلقه فمنذ أن جاء آدم أول البشر أنزل الله حقائق التوحيد على آدم وعلمه الأسماء كلها وهداه إلى الأخلاق المثلى وإلى العبادة المثلى ثم توالت قافلة الرسل من إدريس إلى نوح إلى عاد إلى لوط إلى صالح إلى شعيب إلى أيوب إلى سليمان إلى داود إلى موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكلها كانت تتحدث عن إله واحد ليس كمثله شيء سوف يبعث الموت ويكافئ الأبرار ويعاقب الفجار وإنه هو الإله الوحيد الذي يعبد ولكن الإنسان كان يرتد دائما إلى أوثانه وأصنامه لأنها لم تكن تكلفه بشيء ولم تكن تحاسبه أو تتوعده بعقاب وكان الكهنة والملوك وأصحاب المنافع يتنافسون في تحريف الكتب ليرتدوا بأتباعهم إلى الآلهة المتعددة ليكون لجباية المال أكثر من صندوق للنذور وللقرابين أكثر من مائدة وللكهنوت أكثر من طائفة وللقشر أكثر من كاهن بعدد الآلهة الكثيرة كان الله يستحفظ الأحبار ويستأمنهم على ما ينزل من آيات إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فكان الأحبار يخونون الأمانة ويبدلون ويغيرون في الآيات بما يتفق مع هواهم وهوى السلطة السائدة وتفرق كل دين إلى فرق وطوائف ومدارس حتى جاء النبي الخاتم ونزل القرآن فأعلن ربنا في كتابه أنه سيتولى حفظ القرآن بنفسه وأن القرآن سيكون هو الكتاب المهيمن وستكون له المرجعية المطلقة على كل بان سبق من كتب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وقال النبي في أحاديثه الثابتة لأمته ستتفرقون كما تفرق الذين من قبلكم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تفرق المسلمون شيعا وطوائفا إلى سنة وشيعة وزيود وإباضية ودروز وإسماعيلية وغيرها واختلفوا حتى في أمور الوحدانية وتعددت مدارس الفقه وجاء الصوفية فالتزم بعضهم وشطح البعض الآخر وصرخ الحلاج الله في الجبة وقال البصطامي سبحاني ما أعظم شاني وقال آخر أن الله كما زعم بعض الدروز أن الحاكم بأمر الله لم يمت وأنه رفع إلى السماء وأنه إله وأنه الواحد الذي تتحدث عنه الكتب وظل القرآن بحفظ الله محفوظا وثابتا وحجة على الكل وانقسمت الأمة الإسلامية وتفرقت إلى دول وتخلفت ورجعت إلى الوراء قورونا بعد تقدم وازدهار واستعمرها الغرب وتقدم عليها بالفنون والعلوم والتكنولوجيا والنظم الديمقراطية وكان للمسيحية في الغرب حكاية أخرى تعددت فصولا فقد انقسم أتباع المسيح إلى فرقة تتبع النسطور وفرقة ثانية تتبع أريوس ثم انقسمت الكنائس من بعدهم إلى كاثوريكية وبرستنتينية وأرثوذوقية واستبدى باباوات العصور الوسطى بالحكم وعلقوا المشانق والمحاريق لكل من يحاول أن يفهم الأناجيل على غير طريقتهم واتخدوا العلماء وسجنوا غاليليو وأحرقوا برونو مما أدى إلى ثورة رافضة لهذا الاستبدال وجاء عصر النهضة بدستوره الشهير لنذع مال الله لله ومال قيصر لقيصر وانفصلت الكنيسة عن السياسة وتراجعت مهزومة وحوصلت في دولة صغيرة هي الفاتيكان واستقلت السياسة عن الدين وانطلق العلم حرا ليصوغ حياة جديدة هي التي نرى ثمارها الآن في عصر الكمبيوتر والذرة والفضاء والصواريخ التي تجوب الكون والطب الذي يزرع قلوب الموتى في صدور الأحياء والزراعة التي هندست الوراثة وخلقت الجديدة في كل سلالة وثورة الاتصالات التي تكلم الماشيع على أرض القمر كما يكلم الجار جارهم وانفرد العقل يقود مسيرة الإنسان بلا شريك واستأسد العلم وتجرأ على الغيب فنفاه فأصبحت كل الغيبيات مرفوضة وتحولت فكرة الله إلى تراث قديم قابل للرفض بدوره وجاء العلم بإله جديد معبود هو الدنيا وبشريعة جديدة هي العلمانية الحاكم فيها هو العالم الدنيوي والمعبود المستهدف يتمثل في المنافع الدنيوية والسلع الاستهلاكية والطرف الحسي وإشباع الرغبات وتكديث الأموال وتأمين المصالح والحياة بالطول وبالعرض وأصبح الدستور الجديد عش ليومك وغدك واستمتع بلحظاتك واغنم لذتك فليس بعد الموت شيء هتك المشروع العلماني القداسة وأنكر الألوهية ولم يعترف بأن هناك قيمة مطلقة لشيء فسقطت الأخلاق وسقطت المثل وأصبح كل شيء نسبيا ولم يبقى في الميزان إلا قيم الحياة الحسية ماذا حدث للشباب؟ انفض الشباب عن الدين وعن الكنائس وهبط زوار الكنائس في فرنسا إلى ثلاثة في المئة وارتد بعضهم إلى الخرافة والتنجيم وقراءة البخت والأبراج والطالع والسحر وراح يجري وراء التقاليع والأنبياء الجددي أمثال مون والمهاريشة ماهيش وماسهارة وغيرها من أهل البدع والمضات بعد تفريق الكنيسة من مضمونها راحت تحاول اجتذاب الشباب بحفلة الرقص والديسكو وبالسماح للشواذ واللوطيين والسحاقيات بالحضور والاستماع إلى ترانيم غفران خاصة بهم ولم يكتفي الشباب بهجر كنائسه وإنكار إلهيه وإنما انقلب إلى شناعة أكبر هي عبادة الشيطان ومع الموجة الجديدة لعبادة الشيطان جاءت الشعائر الإبليسية والطقوس الإبليسية وتقديم القرابين الحية وذبح الأطفال وشرب دمائها على أصوات الطبول والموسيقى البدائية والرقص الهماجي على موسيقى الروك والميتاليك والساتانيك وغرق الطوائف من الشباب المخدر في لجة سوداء من الجريمة والضيع وأصبح السؤال الحائر الذي يتردد على شفاه الكل من وراء كل هذا الإستاذ ومن أين تأتي الأموال التي تنفق على التيار الهابط والدوامة السفلية التي تجذب الشباب إلى مهو الجحيم ومن أين تأتي الملايين والمليارات التي تروج وتطبع وتوزع هذه المنشورات والكتب والإصطوانات وتنفق على تلك المحافل الشيطانية والأموال الأخرى التي تشتري وتروج المخدرات والقمور الرديئة والكوكايين والهروين والشيء لزوم الشيء وفي اللوجة السوداء التي يغرق فيها العالم ارتفعت الصيحات تهلل لقد انتصرنا على الشيوعية ولم يبقى لنا عدو سوى الإسلام يقولها نيكسون في أمريكا ولكن الإسلام طريح الأرض يا سادة لا حول له ولا قوة والأمم الإسلامية متخلفة ضعيفة ومدينة وأكثرها يشتري خبزه وسلاحه من يد الغرب والإسلام مهدد من أهله ومحارب من داخله فكيف يتأتى له أن يكون عدوا يخشى بأسه وانفجرت القنابل يفجرها إرهابيون مأجورون يرددون شعارات إسلامية وتأتيهم الأموال من بنوك في إنجلترا وأمريكا وسويسرا وتسمح لهم تلك الدول بالإقامة في ربوعها آمنين وتبسط عليهم ظلال حمايتها وأكثر من ذلك تقيم لهم إنجلترا مؤتمرا وتطبق إسرائيل قبضتها العسكرية على القدس والضفة وتدفع بالفلسطينيين إلى الحائط وتحاصر كل زمرة فلسطينية بمستوطنة يهودية مسلحة وتحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى ويهدد نتنياهو كل العرب بسوء العاقبة إذا فكر أحدهم في حرب وتنشر الصحف العالمية عدد الثلاثمائة رأس نووي إسرائيلي المعدة للانطلاق والتي تكفي لإبادة دول الطوق ومحو العرب من الخريطة وتأتي الأخبار بأوحال الحرب التي يغرق فيها الحكم الإسلامي في أفغانستان والتمويل الأمريكي بالملايين وبالسلاح لجمع الفرق المتحاربة ليقتل بعضهم بعضا ويفني بعضهم بعضا في حرب قذرة كلما خبت زادوها سعيرا وتتواقت كل تلك الحوادث كأنما هي بتدبير مدبر ونفهم جميعا من هم المنتفعون بتدمير الإسلام وتشويه اسمه وسمعته ومن هم أصحاب الملايين والمليارات الذين ينفقون بسقاء على هذا التدمير ومن هم أصحاب أركستر الإفساد الإعلامي ومن هم الأباطرات الذين يملكون الإمبراطورية الإعلامية التي تصنع الرأي العام وتغسل عقول الناس وتروج للفنون الهابطة التي تكتسح عقول الشباب وتأخذهم في دوامة الغيبوبة ذلك هو النفير الصهيوني العظيم الذي نسمعه مدوية والذي يمتلك الصحفة ودور النشر ومحطات التلفزيون والأقمار الفضائية وشركات الإنتاج السينمائي ونوادي لعب القمار وعلب الليل وما نراه في مشارق الأرض ومغاربها هو مصدق لآيات العلو الإسرائيلي الكبير ونحن إذن في ذلك العلو المقدور وهو بسبيله ليبلغ كبره فما أسماه الله علوا بل علوا كبيرا وجحيم الفساد والإفساد وضعف المسلمين وتفرقهم كفيل بإبلاغ إسرائيل ذلك المدى الكبير من العلو الذي ذكره القرآن وأتوقف ويتوقف القلم في يدي وأعود إلى القرآن ماذا يقول القرآن عن الألوهية ماذا يقول عن هذه القوة اللانهائية التي خلقت كل شيء ولا يقف أمامها شيء ماذا عن الله وعن ملكه العظيم وماذا عن خلقنا وماذا عن مصيرنا وما نهاية هذا الطفان الفصل الثامن الملك العظيم ما ثم حولنا إلى وجود وعدم أما الوجود الخالص والفعل المحض الذي لا تشبه شائبة من عدم فهو الوجود الإلهي والفعل الإلهي والله ذات فهو الموجود أبدا وأزلا والمنزه عن العدمية له الأولية المطلقة فلا أول قبله والآخرية المطلقة فلا آخر بعده فهو الأول والآخر والظاهر والباطن الظهور صفته لا يحجبه حجاب والخفاء صفته لا يطلع على خفائه سواه ولا وجود لسواه فما سوى الله عدم وفي العدم ما ثم إلا ممكنات لا تخرج إلى الوجود إلا بكلمة وأمن من الوجود الحق سبحانه أما نحن عالم الإنسان ففينا من هذا وذاك فينا من الله نفحة الروح التي جئنا بها إلى الوجود وفينا من العدم صفات السلب والعجز والعطب والموت والفناء والتراب وكنا من قبل وجودنا مجرد ممكنات خافية في العدم أخرجنا الله بكلمة ونعود بعد موتنا ترابا فيبعثنا الله بكلمة كما خلقنا بكلمة والتراب هو المادة الأولية الخام للممكنات المادية العدمية كما أن الماء هو المادة الأولية الخام للممكنات الحية ومن الماء والتراب خلق الله جميع الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات ومن ذرات الإدرجين وهي البسائط الأولية للمادة أنشأ الله الكون كله بنجومه وشموسه وكواكبه وأراضيه وسماواته والأدرجين هو أول عنصر مخلوق من الجسميات الأولية والله وحده أحد فرد متفرد ليس له ند ولا ضد ولا ولد ولا شبيه ولا مثيل ولا زوجة ولا صاحبة ولا حاجة به لمخلوق تنزه ربنا وتقدس عن الحاجات التي نحتاج إليها في معاشنا فهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتعب ولا يضل ولا ينسى ولا يخطئ ولا يظلم ولا يندم ونحن نرى بعينين ونسمع بأذنين ونمسك بيدين ونمشي بقدمين ونتكلم بلثان وندير شؤون حياتنا عن طريق مخ وجهاز عصبي وقلب ودورة دموية وجهاز تنفسي وجهاز بولي وجهاز تناسلي إلى آخره والله يرى بذاته ويسمع بذاته وأحيى بذاته ولا حاجة له بأعضاء وأدوات فهو أحد صمد غير قابل للتعدد والتجزئة وهو كل لا يقبل القسمة وليس لله حاضر وماض ومستقبل فهو آن ممتد وحضور مستمر لا يتزمن بزمن فلا يشيق كمن شيخ ولا يكبر كمن أكبر وهو حي بذاته متكلم بذاته فاعل بذاته موجود بذاته لا يتحيذ في مكان ولا يتحدد بزمانه والله لا يحل في حيز ولا يتحدد بشيء ولا يتصل ولا ينفصل فهذه كلها من صفات المادة المخلوقة ولا يملك مخلوق أن يحد بالله فالله متعار متجاوز له العلو المطلق على كل المحدودات وهو منزه عن الحلول والاتحاد والاتصال والانفصال والشمس تتجلى في المستنقع دون حلول ودون اتحاد وذلك مثال وإنما حظ الولي من ربه القرب والقلة والمكالبة وأقرب الكل إلى الله هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو فيما قام قاب قوسين أو أدنى وهو البرزق بين الله وبين عباده وكذلك جبريل الروح القدس وموسى الكريم وإبراهيم الخليل وعيسى الحبيب كل نبي له درجة من درجات القربة والله أعلم بدرجات أنبيائه والله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ولا سبيل إلى رؤيته إلا في الآخرة وذلك لأهل الرضوان الأكبر والنور الذي يتفق أكابر صوفية على مشاهدته ذلك الذي يمحق وجودهم فلا يرون أنفسهم ولا الدنيا حولهم ما هو إلا الحجب النورانية التي تحجب الوجه الإلهي فالوجه هو الذات والذات هي غيب الغيب المطلسم الذي لا يطالع على سرجه أحد ويقول العارف منهم لحظة تجلي ربه نور أن أراه وما يرى سوى الحجب النورانية ألم يقل موسى لربه رب أرني أنظر إليك فقال له ربه لن تراني ودك الجبل حينما تجلى ربنا عليه بوجهه فكيف يدى رؤية الوجه أحد وهو في بشريته وعلم الله شامل ومحيط وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين والذرة وما دون الذرة من المتاقل داخلة في علمه وتقديره يقول سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وتعدد الصفات للذات الإلهية مثل تعدد الأفعال لا تعني أن ذات متعددة فالواحد منا يوصف بأنه طبيب وأديب ومفكر وموسيقي وهو واحد فرد وهو يفعل مئات الأفعال وهو واحد لا غير وما الأسماء والصفات الإلهية الكثيرة إلا كمالات تتصف بها الأحادية وهي زينتها ومجلاها ولا يحدث في الكون كله ما يخرج عن مشيئة الله فكل ما يجري علينا هي مشيئته ومراده وإن خرج بعضها عن رضاه فالله أرادنا أحرارا نخطئ ونصيب فنخرج أحيانا عن رضاه ولكن لا شيء مما نفعله ومما يجري في الكون يمكن أن يخرج عن مشيئته وتدبيره وحريتنا في أن نختار ونخطئه هي بعض مشيئته وبعض مراده وهي جوهر الابتلاء والامتحان وذلك لتحديد المنازل والمراتب في الآخرة والابتلاء حق والحساب حق والجنة والنار حق والآخرة حق والملائكة حق والغيب حق والرسل والأنبياء والكتب المنزلة والمعجزات والكرامات حق وهي عناية الله بخلقه والله والهادي والمؤدب والمعلم والأنبياء هم رسله ومدرسته وجهازه الإعلامي إلى خلقه واقتضت رحمة الله أن يعلمنا ويهدينا ويبلغنا بما سيجريه علينا من ابتلاء وامتحان ثم إماتة وبعث وحساب وقرار بعد ذلك في دار النعيم أو دار الشقاء ولكن الله علم مسبقا بنيات كل منا وبما سوف يختاره بكامل حريته وبالتالي علم باستحقاقه للنعيم أو للشقاء يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد وهو يعلم الذين سبقت لهم منه الحسن والذين سبقت لهم الشقاء وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار ولا يعني هذا العلم الإلهي أننا سوف نأتي ما نأتيه من جرائم مقهورين عليها فعلم الله هنا هو علم إحاطة ونحن في حياتنا نعلم عن أولادنا من فيهم سوف ينجح في اللغات ومن سوف يرسبه ثم يصدق ما تنبأنا به فهل يعني ذلك أننا قخرنا أولادنا على الرسوب أم أنه علم الاستبصار والإحاطة والله أكثر منا إحاطة بما لا يقاس فالحرية حق والمسؤولية حق ولا إكراها من الله علينا في إيمان أو عقيدة والله يهدي بلطف ويعلم بلطف فيأتي علمه وهديه من خلال اختيارنا وحريتنا والقرآن هو الكتاب الجامع للمعارف الإلهية وهو المصدر الوحيد الثابت لمعلوماتنا عن ربنا وخالقنا والمصدر الآخر هو الكون على اتتاعه فنحن نرى آيات الصانع في صنعته وفي أثار إبداعه والتركيب التشريحي للإنسان والحيوان والنبات من خلايا متشابهة وأجهزة للتنفس والتغذي والاستشعار واحدة ثم خلقه لكل الأحياء من مادة واحدة هي الكربون ومركباتها كل الأحياء إذا احترقت تنتهي إلى فحم مادة الخلق واحدة وقوانينها واحدة والنسق المخلوق عليه واحد فلا عجب أن يكون الخالق واحدا إن وحدة النسج ووحدة الأسلوب ووحدة القوانين تؤكد وحدة الصانع إنك تجد في الضفضعة نفس قطة الشرايين التي تراها في الفيل وفي القرد وفي الدجاجة وفي الأرنب وفي الإنسان وتجد نفس القوانين الفيسيولوجية في الغضم وفي التنفس وفي التغذي وفي الحركة مما يشير إلى يد واحدة صنعت كل هذا ونحن نرى الأسماء الإلهية تتجلى أحكامها في الذات الإنسانية فنرى الإنسان الرحيم والكريم والبديع والسميع والبصير والعليم كما نرى الإنسان الجبار والمتكبر والمهيمن والمذل من البشر وكل هذا يؤكد الواحدية والأحادية للخالق صاحب تلك الصنعة وتجليات أحكام أسمائه في مخلوقاته صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ولغز الكون ونشأته والإعجاز في تدبيره واتثاق قوانينه واستمراره منذ الآلاف الملايين من السنين في رتابة واستطراد وتطور محكم من لحظة البدء من نقطة افتراضية أصغر من الذرة لتمتد في أقل من واحد على تيريون من الثانية إلى أضعاف أضعاف حجمها لتنشأ منها سحابة سديمية هائلة تتكثف إلى شموس ونجوب وكواكب وكون مهول ياموج بالحياة وكل ذلك من نقطة افتراضية أصغر من بروتون الذرة كل هذا يؤكد أننا أمام خالق عظيم وأمام صانع معزز في قدراته وكمالاته إن الانبهار والبهد والشعور بالهيبات والرهبات والعظمة هو ما يشعر به المتأمل في هذا الكون ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة والآية تعني أن هناك دواب في السماء كما أن حولنا دواب على الأرض والدواب غير الملائكة فالدواب كائنات ثقيلة تدب والملائكة مخلوقات نورانية أثيرة ومعنى ذلك أن الكون كله مسكون ليس فقط بالملائكة والمرادة والجان وإنما بالدواب والمخلوقات العجيبة التي لا نعلم عنها شيئا إنه ملك عظيم لم نحط إلى الآن إلا بذرة صغيرة منه اسمها الأرض هبأة تافهة تدور حول الشمس في مجموعة كوكبية شمسية في مجرة من مئة ألف مليون مجرة في كل مجرة مئة ألف مليون شمس بكواكبها هذا غير صحب الغازات والمادة السوداء وعوالم المادة المضادة ملك شاسع رهيب يدوخ الناظر وهو ينظر فيه والله ينسك بهذه السماوات فلا تقع على الأرض ولا ينهد ذلك البنيان إلا إذا شاء وأراد وذلك ملكه الذي يدخل في حدود علمنا ويصل إلى لطاق حواسنا وخارج حدود تلك الحواس غيب لا نعلمه ولا ندري به وهو يجتمل قطعا على أكوان غيبية وكائنات علوية وسفلية منتدة من حضيد أرضنا إلى حدود السماوات السبع إلى الكرسي وما حوى والعرش وما وسع وسبحان رب العرش عما يصفون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فاقنا عذاب النار سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولا نملك أمام ذلك الملك العظيم إلا التسبيح والخشية والرهبة وإلا أن نخر إلى الأذقان سجدا وبكيا ونصح من هذا التأمل ومن هذا العلو المتسام لنعود من آفاق هذا الملك العظيم إلى حضيد أرضنا وإلى همومنا وإلى ما يجري حولنا من صراع عربي إسرائيلي وإلى ما قضى ربنا في كتابه علينا وعلى بني إسرائيل من آيات وقد انتلاء إحساسنا بأننا أمام إله عظيم وكتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذلك الكتاب الذي لم يفرط في شيء ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها ويروي ربنا عن كل جليل من الأحداث فيقول سبحانه كان ذلك في الكتاب مستورا فماذا سطر الله بشأن إسرائيل وما يجري عليها الفصل التاسع العدو الإسرائيلي ونهايته الغرور والتعالي والكبر وتصلب الرقبات من صفات بني إسرائيل من قدم وفي التوراة المتداولة يدخل يعقوب النبي واسمه الأصلي إسرائيل يدخل في مصارعة حرة مع الله في رؤية منامية ويغلبه والأحبار الذين كتبوا هذا الكلام في توراتهم لا شك قد بلغ بهم الغرور والكبر غايته فتصوروا نبيهم قادرا على كل شيء فتحدوا بقدرته قدرة الله ذاته تعالى ربنا عن هذا العبث علوا كبيرا ولكنه داء مستعص في النفسية اليهودية والتوراة تلعنهم وتصفهم بالكبر والعنان ونبيهم موسى يلعنهم لوثنيتهم وكفرهم وعبادتهم للعجل وما زال اليهود يعبدون العجل الذهبية وهم ملوك المال باستحقاق وحبهم للمال يرتقي إلى درجة العبادة واختيار شك سبير اليهودي شلوك رمزا للولع بالمال في مسرحيته تاجر البندقية لم يأتي من فراغ لكن اليهود فيهم الرواد والنوابغ في كل فروع العلم والمعرفة والفنون وفيهم الأنبياء العظام من أولي العزم ونيوتن وإنشتاين أمثلة قريبة من عصنا ويقول الله في قرآنه عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولم يكن ذلك العلم إلا فضلا إلهيا فماذا فعل بهم علمهم زادهم كبرا وعلوا وصلفا ولجاجة فلما قال له النبيهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة كان المفروض أن يصدعوا بالأمر بلا مناقشة لأن صاحب الأمر هو الله ولكنهم دخلوا في جدل ولجاجة قالوا أتتخذنا هزوة أتهزأ بنا يا موسى وما حكاية هذه البقرة وأي نوع من البقر هي أهي فارض أم بكر وما لونها إن البقرة تشابه علينا فماذا تكون بين أشكال البقر شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ورغم الآيات والكرامات والمعجزات التي خصهم بها ربهم وشاهدوها بأعينهم فإنهم لجوا في عندهم فقد أحيا لهم موسى القتيل بعد موته بأن ضربه أحدهم ببعض من لحم البقرة المذبوحة فقام وأخبر عن قاتله كما شق لهم موسى البحر وأغرق فرعون وجيشه أمام أعينهم ونجاهم من القهر وعبر بهم إلى سيناء سالمين فما لبثوا أن عادوا إلى وثنيتهم وطالبوا نبيهم موسى بأن يجعل لهم وثنا ثم عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري وظلل عليهم ربهم الغمامة وأنزل عليهم المن والسلوى ونتأ عليهم الجبل كأنه ظل وأخرج لهم من الصخر 12 عينا من الماء بعدد أسباطهم وبعد موت موسى وهارون جاء لهم ربهم بالتابوت تحميله الملائكة وفيه بقية مما فرك نبيهم العصى وألواح العهد ثم جاء سليمان فسخر له الله الريح والجن وعلمه لغة الطير وقال داود علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء فما زادهم هذا الإكرام إلا علوا واستكبارا وتمردا وقال قارون مزهوا بماله وثرائه إنما أوتيته على علم عندي فتصور أن كنوزه جاءت بعلمه وذكائه فخسف الله به وبداره الأرض ولازمهم ذلك الإحساس بالخصوصية والتميز والعلو والعنصرية فاستبدوا وظلموا ونقضوا العهود وخانوا المواثيق واعتبروا خيانة عهودهم مع الآخرين حقا لهم فهم الأعلى وباقي البشر جيوم أدنى من الحيوان ألم يقل نتنياهو إن الفلسطينيين حيوانات يقول ربنا فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكتب عليهم ربهم الشتات وقطعهم في الأرض أمما ذلك تاريخ مقرؤ ومشهود واليوم تأتي إسرائيل في تجمعها الختامي مؤيدة بأمريكا والغرب ومسلحة بالقنابل وبالصواريق حاملات الرؤوس النووية لتعزف لحنة الختام في سنفونية العلوي والاستكبار على مشهد من الملأ العالمي وعلى مسرح بعرض التاريخ يقول ربنا عن هذا الحدث وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وليس هؤلاء العباد بخت نصر ولا تيتوس كما زعم بعض المفسرين فهؤلاء كانوا جبابرة ولم يكونوا عبادا وهم لم يجوسوا خلال الديار بل سحقوا الديار ومحقوها ودمروها وذلك في زمان السبي البابلي وإنما تتحدث الآية عما فعل عباد الله المسلمون في غزوهم لخيبر فهؤلاء هم الذين جاسوا خلال الديار ديار خيبر وبن النظير وقينقاع إلى آخره وكان انتصارا ولم يكن دمارا وكان ذلك بعد معركة الخندق وما حدث فيها من تأليب اليهود لقبائل الجزيرة وجمعهم لكل العرب في جيش واحد للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته بضربة واحدة وما حدث من قيانة اليهود لعهد الأمان الذي قطعوهم عن رسول صلى الله عليه وسلم وانضمامهم لصف أعدائهم حينما التحم الجيشان وكان وعدا مفعولا ثم يقول ربنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ومعنى ذلك أنه قد مرت حقبة طويلة من الزمن ليحدث هذا التكاثر وجعلناكم أكثر نفيرا وليس النفير هنا من النفر وإنما من الصوت المدوي الذي يستنفر الناس وهو النفير الإعلامي ووسائل الإعلام المتعددة من كتب ونشرات وصحف وإذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية قد أعطى الله اليهود بثقاء كل هذه الوسائل وعطاهم القدرة على النفاذ إلى أصحاب القرار في كل دولة والوصول إلى منابر الغرب وإثارتها وما فعلوه في جولتهم الإفسادية الثانية هو عين ما فعلوه في الإفسادة الأولى تشويه الإسلام ووصمه بالإرهاب والدموية وتأليب الدول الغربية كلها وأمريكا وحشدها ضد الإسلام كما فعلوا بقبائل الجزيرة قبيل غزوة القندق وهذه المرة أثاروا فتنة شعوى في كل دولة وفي كل بغرة مشتعلة من لبنان إلى أفغانستان إلى الصومال إلى البسنة إلى كشمير إلى الجزائر إلى وسط أفريقيا ومنطقة البحيرات وأعلى النين سعيا بالفتن وإشعار الحروب في كل مكان على اتساع القارات تمهيدا لمعركة فاصلة ومواجهة تقوم بها إسرائيل لإخضاع المنطقة العربية واقتلاع الإسلام من جذوره والآيات تتحدث عن أيامنا وما يجري فيها الآن حولنا وبين ظهرانينا يقول ربنا لليهود في تحذير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا وهو يعلم أنهم لن يحسنوا فقد أضمروا الشر وخططوا له من البداية فيقول عن تلك النهاية فإذا جاء وعد الآخرة أي ميقات الإسادة الثانية ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا بما معناه أن المواجهة ستتم والحرب ستحدث وسوف يسترد المسلمون بيت المقدس ويدمر كل ما بنت إسرائيل وكل ما عمرت ويختصر القرآن ما سوف يحدث في غموض شديد مؤداه أنه ستكون هناك هزيمة لإسرائيل وسوف يدخل المسلمون القدس كما دخلوها أول مرة وسوف يدمرون كل ما أنشأت إسرائيل وما عمرت هل ستبني الهيكل ويهدمه المسلمون لا نعلم ولا يقول القرآن متى ولا كيف ولا ماذا سيدمر مما بنت إسرائيل وأنشأت ولا بأي سلاح ستحاربنا وبأي سلاح سوف نغلبها ثم يأتي مسك الختام عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي لا سبيل أمامكم ونحن لكم بالمرصاد إن عدتم إلى التآمر والعدوان عدنا إلى هزيمتكم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي أن الكافرين محصورون في جهنم ولا سبيل أمامهم ليبلغوا مرادهم هذا قدرهم وفي آية أخرى يقول عن اليهود إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه أي أنهم لن يبلغوا أبدا ولن يحققوا ذلك العلو والكبر الذي يحيق في صدورهم والنبرة القاطعة في الآيات تقطع أي أمل في أن إسرائيل سوف تحقق ما تحلم به في يوم من الأيام أما السبب في هذه القطعيات والحسم فهو أن القضية هذه المرة ليست مجرد الإفساد في الأرض فالإفساد في الأرض حادث متصل ومستمر منذ بدء الخليقة إنما لأن الإفساد هذه المرة هو إفساد الإسلام ذاته دين الله القويم وتشويهه واقتلاعه من الأرض كما حاولوا في المرة الأولى في غزوة الخندق حينما جمعوا القبائل كلها في أرض المعركة للقضاء على الإسلام بضربة واحدة وهو أمر لم يسمح به الله في الأولى ولن يسمح بحدوثه في الثانية لأنه دينه وكلمته وإرادته وما يرده الله لا يقوى مخلوق على هدمه وما حدث في الأولى في غزوة الخندق أن الله أرسل أضعف جنده ريحا عاصفة اقتلعت قيام الكفار وبددت شملهم وكفأت قدورهم وأطلقتهم مذعورين يهنولون في الصحراء وهذه المرة الآيات تختصر ما سوف يحدث من هذيمة منكرة وتدمير لكل ما بنت إسرائيل وأنشأت ودخول المسلمين منتصرين القدس دون إضاح ودون تفصيل والكيفية عند الله في غيبه ولكن قلاصة البيان الإلهي أن السلام الإسرائيلي أكذوبة وأن السلام ليس مراد إسرائيل بالمرة ولم يكن مراد إسرائيل في يوم من الأيام كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسلمين هذا دأبهم بطول التاريخ وهذا خلقهم وهذا مآلهم في آخر الشوط متى تحدث تلك المعركة الكبرى لا بد أن تحدث في السنوات القليلة القادمة في أوجي الانحياز الأمريكي وفي ولاية كيلينتون وإدارته اليهودية وفي أوجي التأييد الغربي وفي ذخم الاحتشاد الصهيوني ولا بد للقوى الصهيونية أن تقتنص هذه الفرصة لهذا المناخ السياسي النادري الذي لن يتكرر في زمن سريع التحولات عنف التقلبات إن إقاع الأحداث التاريخية يتسارع والإمبراطورية الرومانية التي عمرت أكثر من ألف عام تهاوت ثم رأينا بعدها الإمبراطورية البريطانية تنتهي في أقل من ذلك بكثير ثم إمبراطورية نابليون في عمر أقل ثم الإمبراطورية الروسية في سبعين عاما فقط إن التاريخ أصبح يهرون ولن تبقى أمريكا على القمة طويلا ولا بد للقوى الصهيونية أن تقتنص الفرصة قبل أن تفوتها لقد دخلت إسرائيل في العلو الذي ذكره القرآن والعلو الصغير صائر إلى العلو الكبير ونحن بصدد المواجهة والمعركة الكبرى على الأبواب والسنوات القليلة القادمة هي المدى المحتمل لتلك المعركة والألفية الثانية هي الميقات وفي التوراة وفي الإنجيل وفي رؤى القديسين إشارات إلى هذه المعركة الهائلة التي يسمونها معركة هرمجدون تجري على أرض فلسطين وأطرافها المسلمون والنصارى واليهود ويتصور كل فريق أن المعركة سوف تنتهي لصالح ويقول اليهود إن المسيح سوف ينزل من السماء في أعقاب هذه المعركة وأنه لن ينزل إلا إذا جرت دماء المسلمين أنهارا وطائفة الإنجليين في أمريكا تدفع باليهود لإشعار الحرب لتعجيل النزول مسيحها وكان رونالد ريجيان وهو من هذه الطائفة يحلم بأن يكون هو الرجل المحظوظ الذي يشعل فتيلة تلك المعركة وكل طرف يحلم بأن تتم التصفية الإلهية لحسابه ويقول اليهود إن القادم هو المسيح الحقيقي وأنه ملك اليهود وأن ما جاء من قبل لم يكن هو المسيح ولهذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه وتظل هرمجدون إسطورة ولكن لا شك أن الله يدفع بالأحداث إلى ذروتها وأن الأرض حبل بالكوالث والله وحده يعلم كيف ستنتهي ومتى وأين ولحساب من الفصل العاشر الاختيار الصعب قامت فرنسا ولم تقعد لأن هناك فتاتين مغربيتين كانت تلبسان الحجاب في المدرسة وأصرت إدارة المدرسة على أن تخلع الفتاتين حجابيهما إذا أرادت لاستمرار في الدراسة وكانت حكاية شغلت الصحف والناس طويلة وشعرت أيامها بالدهشة وأنا أقرأ ما يكتب وأتابع الزوبعة الإعلامية العجيبة وقلت في نفسي إن العذراء مريم في جميع كنائس باريس مرسومة في صورها بنفس الحجاب والراهبات الفرنسيات في الأديرة يرتدين نفس الحجاب ولم يحتج الرأي العام الفرنسي على ما يلبسنه ولم ير فيه عنصرية فماذا حدث وأي جريبة ارتكبتها الفتاتين المغربيتين حينما اختارت الحجاب زيا لا أظن أن احتجاج الرأي العام الفرنسي كان بسبب الزي المختلف ففرنسا كرنفال أزيائي وفيها كل ما يخطر وما لا يخطر على البال من الشفون العليان إلى السروال إلى القفطان ولا أحد يلتفت إلى ما تضعه على رأسك أو إلى ما تلبس أو تخلعه فماذا حدث وماذا أثار الدنيا إن احتجاج إدارة المدرسة كان على الرمز وليس على الزي الرمز الإسلامي كان هو موضع الرفض والاحتجاج الرمز الإسلامي حمل إلى الذاكرة الأوروبية تاريخا ترفضه ولا تريد أن تتذكره هو تاريخ الفتح الإسلامي لأسبانيا ووصول الجيوش العربية إلى الذين غربا واكتساح الجحافل الإسلامية للدارنيل والقسطنطينية والدولة البيزنطية شرقا ومقبل ذلك إسقاطوا إمبراطوريتي الفرسي والرومي هذه الذكريات يفضل الأوروبي وأن يمساها وأن يمحوها من ذاكرته وهو نفسه الكابوس الذي كان يطارد نيكسون بعد انهيار الأوسيا السوفيتي قال قولته الشهيرة لقد تخلصنا من الشيوعية ولم يبقى لنا عدو سوى الإسلام إنها كوابس وأحقاد قديمة لا يرى فيها الأوروبي والأمريكي إلا بربرية عربية وهمجية بغيظة وأسأل نفسي متعجبا ألم يفكر الأمريكي الأبيض فيما فعله في الهنود الحمري وفيما فعله القراصنة البيض في الخمسة عشر مليون من العبيد السود الأفارقة الذين خطفوهم من أفريقيا وباعوهم في أسواق النخاسة وفيما فعل الصرب من مجازر ومذابح لمسلم البسنة وما فعله الأمريكان في هيروشيما وما يفعل الاستعمار الأوروبي الأمريكي الآن في القارة الإفريقية في بلاد الماس والذهبي زائرة ورواندا وبروندي بالتحالف مع أمثال موبوتو سيسكو وكاربيال أين بربرية الإسلام المزعومة من هذه الإبادة والقتل الجماعي وخطف الملايين وبيعهم في أسواق العبيد وفي تشريد الشعب الزئيري وموته جوعا في الغابات ونهب خيراته وثرواته وإثارة طوائفه ليقتل بعضهم بعضا وإن هذه الجرائم والفتن والمذابح مما فعل المسلمون في الأندلس إن المسلمين لم يأتوا إلى الأندلس غزاتا ولم يفتحوا بلاد الروم والفرس ولا بلاد أوروبا كما فتحها المغول والتتار للنهب والسلب وإنما دخلوها يحملون دينا وكتابا وحضارة دخلوها كرسل علم وطلائع تنوير وعمار ولم يغترفوا من ثروات أوروبا ما اغترفت أوروبا ونهبت من ثروات مستعمراتها في أفريقيا إنهم في أوروبا وأمريكا يحاولون الآن طمس هذه الحقيقة ويحاولون تزوير التاريخ وينفقون الملايين لتشويه الإسلام وتبشيع صورته فهو إرهاب وجرائم قتل وتفجير قنابل وإشعل حرائق في الصفحات الأولى في جميع جرائدهم لقد انتهت الشيوعية ولم يبقى لهم عدو سوى الإسلام هذا هو المعنى الذي يغرصونه في كل صفحة وفي كل عمود وفي كل خبر ليستقر في وجدان العالم تمهيدا للعدوان الذي يدبرونه على الإسلام وأهله ونحن أصبحنا أضعف من أن نرد على هذا الطوفان الإعلامي التشويهي الذي يصبونه علينا صبا من كل المنافذ والقوى الصهيونية تغذي هذا التآمر وتدفع به إلى الذروة لقد التقت مصالح الكل على هدم الإسلام وتدميره وتشويهه وقد وقع اختيار القوى الكبرى على إسرائيل كوكيل منتدب ليقوم بالمهمة القذرة التصفية النهائية للوجود الإسلامي إنها الأيد القذرة المؤهلة والمناسبة بما تحمل من حقد تاريخي وثأر ذاتي لكل ما هو إسلامي ولم تبخل أمريكا بالمال ولا بالسلاح ولا بأسرارها الذرية ولا بما تصوره أقمارها التجسسيات أولا بأول ولا بجيوش مخابراتها ولا بصواريخها على حليفها الصهيوني الحبيب لقد أذفت الآذفة التي ليس لها من دون الله كاشفة ما الحل وما المخرج إن الحكومات العربية تتبرأ كل يوم من نية الحرب وحتى من نية الاستعداد لأي مواجهة وتخشى أن تجتمع حتى لا يفهم اجتماعها بأنه إعداد لشيء وراياتها البيضاء مرفوعة طوال الوقت وعيادها ممدودة للمصالحة وهي تصرخ بأكثر من هذا بأن الحرب ستكون كارثة على الكل على المعتد وعلى المعتدى عليه وأنها ليست حلا ولا وسيلة إلى أي مكسب وهو كلام معقول واستراتيجي مفهوم ولكن كل هذه النيات الحسنة لن تجدي بل سوف تزيد من طمع الطامعين وسوف تغري المعتدية باقتناص الفرصة وتقنعه أكثر وأكثر بضعف خصمه وهشاشة عوده ولا أرى هذه الاستراتيجية حلا مناسبا ربما كان حلا مناسبا مع خصم طيب عطوف إنسان وفي مناخ دولي عادل ومنصف وغير متحيز ولكن يا سادة نتعامل مع محوش ومع دول منحازة وقطبية أمريكية وحيدة ظالمة مستأسدة وانظروا إلى زئير والملايين التي تموت جوعا وتذكروا ما حدث في الصمال والبسنة والششان إن أنياب هؤلاء المتحضرين المتنورين تسيل شراهة إن التنمية هدف وطني عظيم وشريف ولكن كل ما تبنيه التنمية في سنين يمكن أن تدمره طائرة في غارة واحدة يا إخوة إني لا أرى سلاما ولا أشم رائحة أمان وأرى ضرورة الإعداد والاستعداد وضرورة الاجتماع الفوري لكل الحكومات العربية وضرورة التنسيق لجميع الاحتمالات وضرورة حشد الإمكانيات والوقفة الشجاعة مع لمواجهة المصير وربما استطاعت الوقفة الصامدة المتحدة أن تؤجج الكارثة وهي في جميع الأحوال أفضل من أن نأخذ على غرة وأفضل من أن نطمئن أنفسنا بسلام لا وجود له ولا أحد يحب الحرب ولا أحد يريد ذات الشوكة ولكن ربنا هو الذي خلق خلقه وهو يعرفهم أكثر مما نعرفهم وهو يقول لنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم فماذا نفعل إذا كان القتال من سنن الحياة والإفساد والعلو الإسرائيلي والمعركة حول القدس في صريح القرآن والآيات تقول بهذا وإن لم تعين ميقاته إن الموت قدر محتوم على جميع العباد والموت قادم علينا بحرب وبدون حرب والحرص لن يرده والخوف لن يؤجله والتاريخ يقول لنا إن المنتصر ليس دائما الأكثر سلاحا ولا الأكثر عتادا فالروم والفرس كانوا أكثر من المسلمين عددا وعتادا حينما هزموا والمسلمون كانوا في بدر الأقل عددا وعتادا حينما انتصروا وبالإيمان تنتصر الفئة المؤمنة ذلك وعظ الله والله يقود الحروب من فوق سبع سماوات وأسباب النصر والهذي مات عنده والله هو المحيي والممين وليس عنده أزمة وسائل فهو يميت بكلمة ويحيي بكلمة وعنده الزلازل والبراكين والأعصير والأوبئة وهو المستغني عن صواريخنا ودباباتنا فهل أنتم مؤمنون؟ إن جواب هذا السؤال هو كل شيء إن الإيمان هو القوة النووية الحقيقية التي تصنع الإنسان وتصنع الأمل وتصنع النصر والذين يؤثرون الدنيا ويحبون الحياة سوف يغادرونها رغم أنوفهم وسوف يبرزون إلى مضاجعهم حينما تأتي ثاعتهم وملك الموت لن يستأذن أحدا قبل أن يقبض روحه فعلى ما الخوف وعلى ما الحرص وما الدنيا التي يتقاتل عليها الناس إلا سراب ما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء وجوع بلا شبع وتعب بلا راحة وحطب يأكل نفسه وهي بدون إيمان خواء وخراب وظلمة وتيه وسعي في لا شيء أقول هل أنتم مؤمنون؟ إن في جواب هذا السؤال كما قلت كل شيء إننا لا نريد أن نعلن حربا على أحد ولكننا لا يمكن أن نقف مكتوف الأيدي أمام عدوان لأن العدوان هذه المرة يريد إخراجنا من أرضنا ومن تاريخنا إننا أمام البغي الأكبر وإسرائيل تدفعنا إلى الاختيار الصعب إن التماس الأمان في حضن أمريكا بلاها وهل وجد موبوت الأمان في هذا الحضن الأمريكي الغادر؟ وهو العميل الأمريكي المخلص؟ وهل وجد شاه إيران العميل الأمريكي الآخر بيتا واحدا في أمريكا يأويه حينما فر هاربا من الكوميني لاجئا إلى الحضن الأمريكي؟ إن حضن الأفاعي أكثر أمنا من هذا الحضن الغادر إن المصالح هي لغة هذا العالم القاسي الذي لا يرحم والبيت العربي هو صاحب المصلحة الواحدة وهو الذي يتهدده خطر واحد ويجمعه مصير واحد ويترصده عدو واحد وجمع شمل البيت العربي هو الخطوة الأولى إلى حل سليم وكبار هذا البيت وحكامه وأشرافه سوف يغيرون مواقفهم حينما يشعرون بالخطر يقترب من كراسيهم والخطر لن يعفي كبيرا ولا صغيرا والزلزال قادم لن يدعى أحدا في مكانه والانهيار السياسي سوف يشمل الكل وإذا اكتمل إراكنا لهذه الحقيقة فإننا سوف ننجو فأمام الموت يتغير الناس وهم دائما يتبدلون إلى الأحسن نريد صحوة الموت قبل الموت وقبل أن ينهدم كل شيء على رؤوسنا ويستحيل الإصلاح إننا أمام دولة غادرة معتدية لذمة لها ولا عهد ولا ميثاقة لقد مزقت ميثاق مدريد واتفاق أسلو وهجمت بجرفاتها على أسوار القدس وهي تمارس البلطاجة في حماية الراعي الأمريكي رئيس الكوني فماذا يمنعها من خرق كامب ديفيد واكتساح سيناء إنها اليوم مقالات تكتب حبرا على ورق وغدا هي دماء تسيل وأقدار تتبدل وكل ما أحب أن ألفت إليه النظر وكل ما أرجوه أن نتصرف بالجدية اللازمة لمواجهة هذه الأخطار وأن نكف عن الاسترخاء وأن نصحها وأن نفيق تقول الإحصائيات إن هناك مئة مليون يموتون جوعا كل عام وأن هناك أضعافهم يموتون بسوء التغذية وتسارع الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية إلى حمالات إسعاف عاجلة لإرسال شحنات من الأغذية إلى أماكن الكوارث فيما لا يشكل أكثر من ورقة توتن لا تستر شيئا من خذي هذا العالم الغني بالخيرات الطافح بالنعم مجرد مكياج تجميلي بهذا المنظر الإنساني المخجل لكن القبح يطل من تحت المساحيق يقول كاسترو إن المؤتمرات التي تعقذ لعلاج مشكلة الجوع وتلقى فيها الخطابات الرننة والبحوث العلمية وتختم بالتوصيات والقرارات لا تنسى أن توزع على السادة المشاركين من الأجانب كتلوجات بأفضل الأماكن لتذوق البذة الشهية والكفيار والإسكريم وأفضل سهرات لقضاء الويك إند ومن العجيب أن هذه الدول التي تساهم في تمثيلية علاج الجوع هي نفس الدول التي تصنع الجوع وهي نفس الدول التي تضرب الحصار الاقتصادي لتجويع شعوب مثل العراق وكوبا وليبيا وفلسطين وهي الدول التي تلقي بالقمح والذبد في البحر حتى لا ينقفض سعره وهي الدول التي تشتري الخامات الأولية من هذه البلاد الفقيرة بالسعر البخص لتعيد تصديرها مصنعة إلى نفس أصحابها بأسعار فلكية وهي نفس الدول التي تسعر الفتن والخلافات والحروب الأهلية في هذه الدول النامية الفقيرة لتفقرها أكثر وأكثر لتظل خاضعة وتابعة ومنقادة وذليلة وجائعة وما من حاكم ظالم جاء من قلب إلا كانت وراءه دولة كبرى تستعمله لامتصاص شعبه إن الذي يأتي بالإسعافات للضحايا هم القتلات الذين قتلوهم يقوله الكمان ساخرا إن هدف هذه المؤتمرات الغذائية هي قفض عدد الجوعة إلى النصف خلال عشرين سنة ولن يكون أحد من هؤلاء الجياع في عداد الأحياء حينئذ ونضيف من عندنا أن العالم يسير إلى التصحر والجفاف والتلوث والأمراض الفيروسية والزلازل المدمرة والبراكين المزمجرة والسيور المغرقة وأن هناك كوارث تقترب سوف تشمل الكل في عباءتها ولن يميز شرها القادم بين دولة نامية ودولة متقدمة وإنما سوف يأخذ الكل وللأسف الشديد وللأسف الشديد ليس لدي عنوين بمحلات البيتزا والكفيار والإسكريم التي سوف تنجو من الدمار في ذلك الوقت ولا علم لي بتلفونات النجدة ساعتها وأغلب الظن أن النجدة ستكون ساعتها في حاجة إلى نجدة يقول ربنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والله وحده هو الذي بيده نجاتنا وهل يمكن أن يغير سكان هذا العالم ما بأنفسهم فيما تبقى من عمر هذه الأرض أشك في ذلك إن من كتب عند الله شقيا يعلم الله أنه شقي ولا أمل في صلاحه فلنغير من أنفسنا ولنعد عدتنا قبل أن يأتي الطوفان الفصل الثاني عشر حكاية الاستنساخ الاستنساخ كان أسلوب التكاثر الذي اختاره الخالق للحيوانات والنباتات الأولية الدنيئة ذوات القلية الوحدة فكانت الخلية تنقسم إلى خليتين متماثلتين فيما يسمى في علم النبات بالانقسام الخضرين وهو نوعا من التكاثر كان يؤدي إلى تدهور السلالة لأنه محد تكرار وبهذا الأسلوب كانت تتكاثر خلايا الخميرة وخلايا الأميبة وخلايا البكتيريا ومع ظهور صور الحياة الأرقى اقتضت حكمة الخالق أن يختار لها أسلوبا أرقى للتكاثر والتزاوج فخلق الإناث والذكورة من النبات والحيوان وجعل التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي طورا ضروريا لنشأة خلية ملقاحة تشتمل على أنساق منوعة من الأمشاج الأنثوية والذكرية وبحكم تنوع الأنساق جاء النسلوب متنوعا وبذلك حفلت الحياة بتعددية رائعة في الأشكال والأنساق واختلف الإخوات في أشكالهم وفي صفاتهم وفي مواهبهم حتى التوائب اختلف وتحولت الحياة إلى متحف بديع لا تتكرر فيه الصورة الواحدة وأصبح جنس العنكبوت فيه مائة ألف مصنف وجنس الخنافس فيه مائتان وسبعون ألف مصنف لا تتماثل خنفسة مع أخرى وأصبحت الحياة ولادة تلقي بالجديد في كل لحظة وهي صورة من الغنى والثراء تناسب قدرة بلا حدود لدى خالق عظيم مقتدر من أسمائه أنه الواسع العليم إنه الوسع والعلم هما اللذان جاء بكل هذا التنوع وجاء النسر الجديد بهذا الأسلوب الجديد أكثر قوة وأكثر تحملا وأكثر جمالا ومن عائلة التجاج أخرج الله الطووس والكروان البلبل والنسر والصقر والبوم مصنفات خارقة في جمالها وفي مواهبها ولكن إنسان العصر بكفره وغبائه جاء لينتكس بالحياة إلى بدايتها الدنيا ويعود بها إلى عصر النسخ ويرجع إلى زمان الفوتوكوبي الذي انتهى منذ ثلاثة آلاف مليون سنة وهو يظن أنه يأتي بجرده وهذه الردة البيلوجية سوف تكون هدما لكل المكاسب التي أثرت المحفل البيلوجي وسوف تعود بالإنسان إلى تكاثر الميكروبات والبكترية البدائية ولكن تأخذنا هذه الثورة الغبية خطوة واحدة إلى الأمام وإنما سترتد من مليون خطوة إلى الوراء وقد تصدت كل منابر الاختصاص في العالم لهذه الموضة وطالبت بتحريمها وطالبت بتجريمها ليست غيرة على الدين ولا إنصافا للخالق جل جلاله فلا أحد في أوروبا ولا في أمريكا يهتم بأمر الخالق ولا أحد يغضب الأديان وإنما لأنهم رأوا فيما يحدث إفسادا وهدما وتشويها للثراء البيلوجي الموجود وانتكاسا إلى الإفلاس والتكرار والقبح وعودة إلى دناءة البكترية والأنيبيا وخلايا الخميرة ولم يذكر أحد كلمة الله سوى البابا والفاتكان ومشايخنا الكرام وفي نظري أن ما يحدث هو أول ثورة تنادي بالفقر والعودة بالحياة إلى عشر مطبعة البلوضة والذين يزعمون أنهم سوف يتمكنون بذلك من نسق العباقرة هم واهمون فالنسق عملية تخص الشكل والملامح والصفات المادية والعبقرية شيء آخر لا علاقة له بالشكل والملامح الجثمانية العبقرية هي من أسرار النفوث ومن كوامنها وهي أسرار غير قابلة للنسخ ولا وجود لها في الجينات ولهذا لا تورث العبقرية ولا تورث الكمالات الأخلاقية ولا يورث النبل فلا يوجد للنبل جينات ولا لعبقرية بورثات ولم تخلق بعض مطبعة تطبع لنا نبوءة سليمان ولا صبر أيوب وابن نوح جاء كافرا ولم يرث شيئا من نبوة أبيه إنما هي بعض عبثيات هذا الزمان وليس في الاستنساق الذي يصنعونه خلق ولا إبداع ولا جديد وإنما مجرد طبع ونقل مسترة من أصل خلقة الله ثم إنهم سوف يحتاجون إلى بويضة أمثوية ورحم وعملية حمل ووضع كما يحدث في أي ميلاد طبيعي والرحم لن يستطيع أن يحمل أربعمائة نسخة وإنما سوف يتسع للعدد الأقصى الطبيعي في التوائم فالحكاية لن تقدم لنا وفرة غير طبيعية ولن تحل لنا مشكلة الجوع فسوف نظل ندور في حدود ما يستطيع الرحم الحيواني أن يحمل في داخله وسوف ينجح الاستنساق في كل حالة من كل عشر حالات بتكاليف مضعفة وسوف يظل الحمل والوضع بالطريقة الطبيعية أوفار وأضمن للحصول على تنوع سليلي جميل وإنتاج أكثر وأفضل فالحكاية كلها تقليعة وثورة في فنجان وطرافة علمية لأكثر أما أحلام استنساق هتلر والسليني وبيتهوفن ونيتشاين فهي تخريف علمي وهذيان بلا أساس ولو استمروا في هذا العبث فلن يصنعوا عظماء بل مسوخا ولن يخرج من معاملهم إنشتاين بل فرانكشتاين ونسخة واحدة من النعجة دولي تكلفت ثلاثة أرباع مليون دولارا واستنساق الإنسان أصعب بما لا يقاس من استنساق دابة وإذا نجح المعمل في إصدار النسخة فسوف تكون بتكلفة عدة ملايين من الدولارات والحمل الطبيعي والولادة أرخاص ويعطي نسخا أجمل وأكثر تنموعا بلا حدود ولكنه التمرد والثورة وغرام الإنسان بالعلو فوق الطبيعة وفوق القوانين وغرام العلماء بأن يقولوا ونحن أيضا نخلق وهم لم يخلقوا شيئا بل انحرفوا بالموجود وأفسدوه الفصل الثالث عشر الإسلام والأديان الأخرى يحدثنا القرآن الكريم بأن جميع رسل الله جاءوا بتعاليم واحدة ودين واحد هو الإسلام وسماهم الله في كتابه بالمسلمين آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وأيوب وزكريا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سماهم الله في قرآنه بالمسلمين وسما ديانتهم إسلاما وإنما جاء الاختلاف بسبب تقادم العهد على الكتب وتحريفها وتبديلها لحساب الملوك والكهنة وطوائف المنتفعين فالتوراة التي كانت بضعة ألواح من الحجارة يحملها موسى حيث ذهب تحولت إلى كتاب ضخم من ألف صفحة بالبنت الصغير لو حملها موسى مكتوبة على الحجارة لا كان عليه أن يحمل الهرم على كتفه ومن أجل هذا نزل القرآن موثقا ومكتوبا ومحفوظا ليكون حجة على جميع الكتب ومهيمنا عليها ليكون له المرجعية على كل ما تتداوله الأيدي على أنه وحي وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والمعنى أنهم إذا لم يتولوا معرضين وإذا التقوا واتفقوا على هذا الشرط فالكل مسلمون ومعنى مسلم هو من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن وبهذا المعنى يكون الذين اتبعوا الأديان السماوية الأخرى على أصولها التي نازلت بها مقبولين عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أي ذلك الإسلام الذي وصفناه وهو قاسم مشترك بين جميع الأديان وهو المبني على شهادة أن لا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي لا شرك فيه وعلى العمل الصالح والتقوى وعلى الإيمان بكل الرسل من آدم إلى النبي الخاتم والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فلا جديد في دستور الإيمان فهو أمر قديم وثابت منذ آدم ويصف الله المؤمنين الكمل بأنهم كل من آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضلالا بعيدا فقد ختم الله الرسل بمحمد فلا يجوز ادعاء النبوات من بعده والقرآن يعمرنا بالبر بأهل الأديان الأخرى الذين اختلفوا معنا فلنقاتلهم إلا إذا قاتلونا وأخرجونا من ديارنا فإذا سالمونا سالمناهم وعاشرناهم بالمعروف حتى ولو أنكروا علينا عقائدنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين حتى المشرك له عندنا أمان إذا لم يبدأنا بعداوة وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فقد واثق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية وعقد معهم العهود والمواثيق كما واثق اليهود وعقد معهم العهود قبل معركة الخندق ولم يقاتلهم إلا بعد أن غدروا به ونكثوا عهودهم معهم والقرآن يعلمنا أدب الحوار إذا جادلنا أهل الكتاب ويختار لنا العبارات الجميلة التي نخاطبهم بها وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون أي لا داعي لأن نختلف ونتعارك ونحن واقفون على عتبة إيمانية مشتركة وما يقربنا من بعضنا البعض أكثر بكثير مما يوعيدنا والمعاشرة بالمعروف مع كل الطوائف والأديان المخالفة هي أصل من أصول الشريعة الإسلامية ولهذا اعتبر الإسلام خيمة جامعة للأديان كلها على اختلافها ونموذجا رفيعا للتعايش وحضا رحيما يتاسع للتعددية في الرأي والمعتقد ولكل مرئ الحق في أن يختار معتقده وأن يمارس شعائره في حرية وأمره بعد ذلك موكول إلى الله وهو مسؤول أمامه عما أخطأ فيه وأصاب والمبدأ العام هو لكم دينكم وليدين وقد دخل الإسلام مصر غازيا منتصرا ومع ذلك أعطى الحق لكل مواطن أن يختار دينه فإذا اختار النصرانية دفع جزية وبقي على دينه وهي ضريبة دفاع لأن المسلمين سوف يدافعون عنه في حالة أي حرب يشنها معتد فإذا حارب مع المسلمين روفعت عنه الجزية وكانت تلك الجزيات مبلغا رمزيا بسيطا لا يسوي شيئا في الضرائب الباهضة التي ندفعها الآن للدولة مسلمون ونصارا الفصل الرابع عشر لا تصدقوهم على ما يختلف أخوة النضال في أفغانستان فيقتل بعضهم بعضا ثم يأتي مقاتلون جدد من طلبة الشريعة يسمون أنفسهم بالطالبان يزرعون الأرض ألغاما ويشعلون كابل على سكانها ويحيلون عمارها خرابا ويستمر الختال إلى ما لا نهاية ولا نفهم شيئا سمعنا هؤلاء الطالبات الذين يحملون البازوكا والكلاشنكوف يتكلمون في حديث مع السي إن إن أمام التلفزيون يقولون إن التلفزيون حرام والموسيقى حرام ولا يحل من ألوان الموسيقى إلا قبول الحرب وأن تعليم البنات حرام ولا يجوز أن تبرح المرأة بيتها ويقولون هذه هي شريعة الإسلام ونحن جندنا أنفسنا للدفاع عن تلك الشريعة ورأيناهم يجمعون أكواما من الأجهزة التلفزيونية تمهيدا لتحطيمها فهي صناعة الكفرة واختراعة الكفرة ولكن جهاز التلفزيون بريء تماما مما ينزل على شاشته وهو أداة محايدة يمكن أن نملأها بالعلم ويمكن أن نملأها بالعبث وهو مثل سكين يمكن أن تقشر بها تفاحة وتفديها إلى صاحبك ويمكن أن تقطع بها رقبته والتلفزيون يمكن أن يكون جامعة ويمكن أن يكون كبره ولا ذنب له فيما يقول إليه وبالمثل أسلحة البازوكا والكلاشنكوف التي يحملها طالبات الشريعة هي الأخرى صناعة الكفرة واختراعة الكفرة فكيف استحلوا هذه وحرموا تلك وبأي منطق يفكر هؤلاء الشباب وبأي منطق يقتل بعضهم بعضا ويحيلون أرضهم خرابا لقد زين لهم جهلهم أسبابا ومبررات لعدوانهم وهم لا يعرفون من الإسلام إلا ما قيل لهم وما وضع في أفواههم ومن ورائهم شياطين أقدر وأمكر يستعملونهم والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراء ولا شيء هناك سوى قتال بدائي على السلطة ومن وراء الكل هناك من يدفع ويمول ويلقي بالأسلحة والذخائر فئة المعارك حتى لا يجتمع المسلمون على كلمة وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان وحتى يصبح الإسلام محل شبهة والاتهام ومنبعا لكل مصيبة وقد التقت إرادة الغرب وإرادة إنجلترا وأمريكا على هذا الأمر وهذا الإرهاب الذي أسموه ظلما بالإرهاب الإسلامي له في بنوك أمريكا وإنجلترا أرصدة دولارية بالملايين وقد رأينا إنجلترا تحتضن هؤلاء الإرهابيين علنا وتنظم لهم معتمرا كبيرا ومائدة مستديرة لها جتمع عندها في لندن ثم رأي ناهاتا سحب في آخر لحظات خشية الفضيحة وخشية كشف المستور وفي كتاب علاقات خطرة لمؤلفه كبير وهو كتاب يكشف عما يجري في كواليس المخابرات الأمريكية الـ CIA والمساد رأينا جانبا من ذلك التنظيم السري الراهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتعلات في العالم لصناعة الانقلابات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ولتجنيد العملاء وشراء الزعماء واستدي الذمم وتحجز الطوائف وإفقار الفقراء وقتل الأبرياء في مخطط دموي راهيب للهيمنة والسيادة على العالم لقوة السلاح وهو كتاب وثائقي كتبنا عنه بالتفصيل في حينه وطبوح أمريكا للسيادة على العالم بل وللسيادة على الكون إن أمكن حكاية نراها في المكوك الفضائي الذي تلقي به في رحالات مكوكية وفي الأقمار الفضائية التي تلقي بها للتجسس وفي بحوث الليذر والفذياء النووية وأسلحة الاستشعار المبكر وفي المليارات التي ترصدها لأجهزة التخابر وفي نفقات الحروب التي تعلنها والفتن التي تشعلها وفي البوارج والأساطيل وحاملات الطائرات التي ترسلها هنا وهناك وهو هلمان يحتاج إلى إنفاق وإلى أرقام فلاكية من الملايين والمليارات ونفهم لماذا تشعل أمريكا حرب الخليجي ثم لماذا تأتي لأطفائها لتجمع كل الثروات البترولية التي في أيدي الشيوخ بمقتضى فواتير ساخية وأرقام دولارية فلكية ويدفع الكل ولا يجر أحد أن يعترض فقد جاءت إلى الحرم البترولي مدعوة ونزلت بأرض المعارك كمنقذة وملاك رحمة والتهديد ما زال قائما وصدام حسين ما زال موجودا وحاجة الشيوخ إليه مستمرة ونزيف المال العربي مستبر وكل السيناريو مصنوع من أوله إلى آخره فكل هذه أبواب مكسب لسداد نفاقات العظمة والأبهة الأمريكية ونفهم لماذا تغازل أمريكا صدام حسين ولماذا تضربه ولماذا تجلس مع البرزاني وفي نفس الوقت تساعد عدوه الكردية الطالبانية ولماذا تدخل في لعبة الأكراد ولماذا تنفق في نار الفتن في كل مكان لتظل الحروب مشتعلة ولتبيع السلاح لجميع الأطراف وما يجري في العراق يجري في أفغانستان وفي فلسطين وفي صراع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وفي الفلبين وفي أندونيسيا وفي جنوب السودان وفي بوابة البحر الأحمر وما جرى في البسنة في الماضي وما جرى في البؤر المشتعلات في أمريكا اللاتينية هو استمرار لنفس السيناريو وكان لروسيا السوفيتي نفس الطموح للسيادة على العالم وقد تناطح الاثنان على الأرض في كل البؤر المشتعلة وأوشك أن يتناطح في الفضاء في حرب نجوم ثم سقط العملاق الروسي فجأة بانهيار اقتصادي ولم يستطع أن يجري أمريكا في مكرها ولا في إنفاقها وانفردت أمريكا من مقدرات الكوكب الأرضي أو قيل لها أنها انفردت إنما هو المكر الإلهي المنفرد أزلا بكل شيء من وراء ستار الأسباب وما منا صغارنا وكبارنا إلا خادع أو مخدوع والله وحده من وراء غيبه يختبر الكل وقد أراد الله لحكمة في تقديره أن يدفع بأمريكا ومعها إسرائيل إلى مقدمة الأحداث لأمر يريده وهذا هو الفصل الحالي من الدرامة الكونية الذي شاء لنا ربنا أن نحضره وشاء لنا أن نراه وأن نكون شهودا عليه ترى هل لنا دور فيما سوف يجري أعتقد أن لنا دورا كبيرا فيما يعد على مسرح الأحداث الآن وأنه نفس الدور الذي كان لنا في أيام التتار وفي أيام الصليبيين ولكن الصليبية القادمة هي صليبية يهودية لا علاقة لها بصليب ولا بمسيح وإنما مرادها الوحيد هو السيطرة على العالم القديم وعلى مستودع الطاقة والكنز إنها حرب مصالح شرسة بمسميات دينية توراتية كاذبة والمواجهة قادمة لا محالة ليس الآن وليس غدا ولكن في المستقبل القريب وربما في السنوات الباقية من عمر الليكود فالأرض الفلسطينية التي ما زال ينهبها نتنياهو وألوف المستوطنين الذين يزرعهم في الأرض المنهوبة عنوة واقتدارا وأكداس الأسلحة وترسانة الذرية والميكروبية والكيميائية هي بالفعل إعلان حرب على كل جيرانه وما أجواء السلام إلا دكور وبلونات دخان وتغييب للعقول ومن وراء الدخان ومن وراء الاتسامات الدبلوماسية كل شيء ينبئ بعنف قادم فإسرائيل لا تمهد لصلح ولا لسلام وإنما لاغتصاب الأرض ولمزيد من الأرض وللسيادة والهيمنة والعلو على الكل وهي أمور لا يمكن أن تتحقق بالذوق وبالحسنة ولا بسحر الاتسامات وإنما بالنار والرصاص والخلفية ليست خلفية ثقة بل خلفية كراهية وشك وتربص وحقد وحقد تاريخي لا يهدأ وأرجو أن يدرك المسؤولون هذه الحقائق جيدا وأن يحسبوا حسابهم وأن يستعدوا لها ولا يناموا على الوعود وعلى أغنيات السلام الكاذبة وأصدقاؤنا في الغرب في إنجلترا وأمريكا وأوروبا ليسوا أبرياء في هذه الصفقة وليسوا محايدين في هذه الخصومة بل هم مع الشيطان علينا وعمليات التهديئة التي يتطوعون بها من وقت لآخر ليست لحسابنا وإنما لحساب المعتدي وإذا كنا قد عسكرنا في معسكر الصبر فإن الله من وراء الصبر وهو الذي بيده الموازين وسوف يقلب الموازين في الوقت المعلومي ويدير الدائرة على الجبارين فهكذا كان شأن التاريخ من أيام عاد وثمود ومن أيام الروم والفرس والمغول والتتار ومن أيام الامبراطورية البريطانية التي غابت عنها الشمس ومن أيام الانهيار السوفيت القديم فلا أحد يبقى على القمة ولا أحد يبقى في القاع وإنما هي دنيا لا دوام لها وأيام يداولها الخالق بين الناس ليجري بها العبرة فالزموا الصف يا عرب والزموا الصف يا مسلمون واتحدوا على كلمة واحدة وواجهوا الأزمة بكرامة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتهلكوا معهم إنه الاختبار وكل دنيانا اختبار ولن تنفعكم أموالكم ولن تدوم لكم كراسيكم ولن يسلم في الساعة الخافضة الرافعة إلا الثابتون على الحق والمواجهة مع إسرائيل قدروا هذا الزمان أما النكبة التي تصلح ختاما كوميديا لكل هذا الكلام فيحتجاج نتنياهو على ما نقوم به من مناورات تدريبية في مصر وهي أمور دوتينية ويزعم نتنياهو أننا نعكر بها وجه السلام يا سلام يقول هذا الكلام الرجل الذي يغتصب الأرض ويطرد أصحابها وينسف بيوتهم ويحبس المياه عن زراعاتهم ويكدس أهرامات السلاح ويزرع على حدودنا ترسانته النووية ويجهد ثلاثمائة رأس ذرية لليوم الدموي الذي يحلم به صحيح الاختشماته الفصل الخامس عشر السير على ضرب المحبة حينما يقول القرآن الكريم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فإننا لا نقف عند المنطوق الحرفي للآية ولا نفهم قوة في حدود الخيل وسلاح الفرسان كما فاهمها السلف وإنما نفهمها من منظور عصرنا بمفهوم الدبابات وسلاح المدرعات وراجمات الصواريخ لأن كلمة ما استطعتم تتسع وتزداد فيها الاستطاعة البشرية مع ما يستجد من مختراعات في كل عصر وهكذا يتسع المفهوم القرآني وتتسع التفاسير لمعاني جديدة لنفس الآيات القديمة التي فسرها السلف في حدودها الحرفية ولا يجوز الوقوف عند الفهم السلفي بأي حال وإلا تحجرت الآيات في أيدينا وفقدت حيويتها والذي يقف بالقرآن الكريم عند التفاسير السلفية يظلم القرآن ويضيق من سعته ويوقف تدفقه ويسلوبه صفة الكرم والغنى ويجعله فقيرا محدود العطاء ولهذا يحتاج الدعاية المخلص إلى مواجهة الاجتهاد وتثوير القرآن واستخراج كنوزه أما ترسيم حدود للمعاني القرآنية باسم السلفية أو الأصولية فإنه يؤدي إلى تحجير الإسلام نفسه وإلى انفصاله عن نهر الحياة المتجدد وهو أحد أسباب فشل المسلمين وتخلفهم في هذا الزمان فقد تصوروا أن أي جتهاد في الفهم هو ابتداع وكفر وهو ما أدى إلى اختلافهم وانقسامهم إلى فرق يتهم بعضها بعضا ويضرب بعضها رقاب بعض مما أدى إلى توقف التفاعل بين الإسلام كدين حي مع تيار الحضارات المتجددة والإسلام من السعة والامتداد بحيث ينتهي من ناحية إلى طرف علماني كما ينتهي في الناحية الأخرى إلى طرف رباني لأنه يبدأ من الواقع من الأرض ويرتفع بهذا الواقع الأرضي إلى عنان السماء ألا يقول الحديث للمسلمي اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا فمن هو الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا إنه العلماني الذي تنتهي اهتماماته عند العالم حوله وعند الدنيا ومطلوباتها وهو لا يرى سوى ذلك ولا يعمل لغير ذلك وهو يتصرف كأنه سوف يعيش أبدا ولا يخطر له الموت على باله ومن هو الذي يعمل لآخرته كأنه يموت غدا إنه الرباني بلا شك الذي يرى الدنيا في حدودها كثراب وخيال زائل فلا يهتم إلا بآخرته وكأنه سيموت غدا والإسلام يشتمل على الاثنين فيه الجانب الدنيوي وفيه الجانب الأخروي فهو دنيا ودين وهو ضد الرهبانية والعزلة والانفصال عن تيار الحياة كما أنه ضد الغرق والضياع في هذا التيار في الإسلام جانب يمكن أن يتفاهم مع هذا العصر العلماني الواقعي ويلتحم به ويكلمه بلغته كما أن فيه ذلك الجانب الآخر الرباني المتعالي الذي يستطيع أن يتفاهم مع المذاهب التجريدية والفلسفات الروحية والشطحات الصوفية بجميع أنواعها الإسلام ليس بالضيق والانغلاق الذي يصوره الأصوليون المتذمتون بل هو دين رحب شديد رحبة يجتمل في عباءته على كل اجتهادات العقول وعلى كل وحي النبوات وعلى كل السبوحات الأرواح من أيام آدم إلى الآن ولا خوف على الإسلام من أي فئة فهو قادر على محاورة الجميع في أصالة واقتدال إن التلقيح بين الأضباد أمر مطلوب وسوف ينتج شخصية جديدة أكثر مناعة وأكثر قدرة على التعامل مع هذا الصدام بين الحضارات الذي أوشك أن يستعصي على الحل وأوشك أن ينفجر في حرب إبادة إن ينظر إلى الإسلام الذي مد يده إلى علمانية تركيا في الشمال ومد يده في الجنوب إلى تصلب ناتنياهو وصهيونيته في نية مخلصة للمصالحة فأرى أقصى درجات من الموادعة والمسلمة وأعجب كيف يتهم الإسلام بعد كل هذا بالتعصب وأتساءل من الذي يحرك نيران الفتنات ومن ينفق في الرماد ليشتعل من جديد إنهم ليسوا المسلمين بأي حال ولكنها الفئة الباغية إن الذين تظاهروا ضد الباب في فرنسا والذين هبوا في وجه جارودي وفي وجه صديقه القصة حينما نشر كتاباه عن أسطورة الستة ملايين يهودي الذين أحرقوا في أيام النازي لم يكونوا مسلمين بل كانوا صهاينة فرنسا الذين يرفضون أي تفاهم ويرفضون أي دين والصيونية في كل مكان هي التي تغذي التطرفة وهي التي تقف أمام أي رغبة في السلام أو المصالحة وهي التي تسعى إلى الحرب والصدام إنهم هم أنفسهم الذين كانوا خلف حروب الأوسي والخزراج في الماضي وهم اليوم الذين وراء الصيحات الرافضة لأي تفاهم ولأي تسوية وهم الذين يمثلون الصلف والكبر الإبليسي الذي لا يرضى بأقل من الهيمنة والتسلط والسيادة بل هم إبليس نفسه الذي قال لربه لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا فهم يخططون بالفعل ليكون لهم نصيب من الألوهية على الأرض وحق معلوم من رقاب العباد والإعلام الصيحوني الآن عن طريق الأقمار الفضائية وعطاق البث التلفزيوني وعن طريق الصحف والمجلات والأقلام والكتب يقوم بغسل مخ جماعي للشباب لتفرغ هذا المخ من كل ما يفيد ولملئه بما يريدون من هراء وانحلال وفساد ولأن الشباب هم مستقبل فهم سوف يهدمون بذلك المستقبل ويقيمون هيكلهم المرتقبة على أنقاضه أما تجمع العرب الأفغاني في أفغانستان وما يشعلونه من حروب على الضفة الأخرى من نهر الشباب الضالي باسم الأممية الإسلامية وباسم الأصولية ويستهدفون بها قلب نظام الحكم واغتيال الحكام في العالم الإسلامي والعربي أصولا إلى الأممية والخلافة المثلى فهو التخريب من داخل الإسلام والهدم الخطير لتعاليمه ولروحه الحقيقية والإسلام روح والقرآن روح والإسلام لا ياتي بالقهر ولا يتنزل من سماء الجماعات الإرهابية بقوة السلاح وهو ضد الإكراه الإسلام اقتناع بانفعال حر ومحبة وهو انقلاب سلمي في داخل ضمير الفرد يؤدي إلى استنارة كاملة وتطوع كلي للخير وسجود شامل وعرفان للواحد الخالق لكل شيء والإسلام لا ياتي بقرار وزاري من حاكم ولا برصاصة طائشة من إرهابي والإسلام دين حوار وتفاهم ودين عقل ومنطق قل هاتوا برهانكم ودين سماحة ووداعة عقوبته لعدائه هي الهجر الجميل وهجرهم هجرا جميلة هل رأيتم هجرا جميلة؟ ذلك هو هجرنا لعدائنا واللغة الجميلة الحسنة هي شرط في تخاطبنا وقولوا للناس حسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ونحن لا نقاتل إلا من يبدأنا بقتاله أين كل هذا من قرابل المسامير ورصاص دمدم وإشعال الحرائق وهدم البيوت على أهلها وجنون التعصب وهسرية التخلف التي نجدها في منشورة هذا الزمان أين هذا من العبث والجنون الذي يجري في أفغانستان؟ عودوا إلى العقل يرحمكم الله فحتى الحروب تحتاج إلى عقل وحكمة وتوقيت وإذا كان التوفيق قد أخطأنا فلأننا أخطأنا التوقيت فلم يأذن لنا بعد ربنا بحرب ولو أذن لنا لا يسر لنا أسبابها ولأقدرنا على الانتصار فيها وفيما ثور كلام العارفين علامة الإذن التيثين إننا في رباط على حدودنا لنذافع عنها وفي رباط على حدودنا العربية لنشد من أذر هذه الوحدة ونجعل منها صفا واحدا كالبنيان المرصوصي نواجه به الطامعين حولنا ونحن نأخذ بعلوم العصر لنطور اقتصادنا وصناعتنا وذراعتنا وتجارتنا لنكون أكثر حضورا في زمن لا حضور فيه إلا للأقوياء وهذه أسباب لا سبيل إلى دخول بوابة العصر بدونها ولا سبيل إلى سلام محترم بدونها ولا سبيل إلى انتصار في حرب بدونها فهي مؤشرات العافية والصحة في بنيان الأمم والإيمان بالله هو المناعة التي سنتفوق بها على غيرنا من الذين سبقون في تنمية أجسامهم وأبدانهم واقتصادهم وثرواتهم وصناعتهم ومن الذين نسوا أرواحهم وأهملوا ضمائرهم وأغفلوا إلههم وخالقهم والله هو سلاح الأسلحة وينبوع القوى يقول ربنا في قرآنه الكريم إن الله يدافع عن الذين أمنوا وهو تهديد مبطن لكل من يفكر في الاعتداء على مؤمن ودفاع ربنا حاضر بشرط استنفاذ المؤمن لكل حياله ووسائله وبشرط إيمانه وطاعته وتوكله وكل ما أرجوه أن نكون مؤمنين صادق الإيمان حتى نكون ممن وعد الله بنصرهم والدفاع عنهم فالله سبحانه لا ينصر إلا من ينصره فهو القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدمكم استمعتم إلى كتاب إسرائيل البداية والنهاية بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى بحمود وبصوت مصطفى دهيث ترجمة نانسي قنقر